ما عدت لنا على المجموعة? انو المحاضرة راح تبلش? امزن هلا يدخل ازا بدك منبلش? طيب ماشي. اه لان احنا المتوقع يكون عنا حسب ما فيما يكون عنا لساعة بمحاضرة اليوم لازي يكون عنا اربع محاضرات. اه راح ننهي اه موضوع الاضطرابات الزهانية. نحكي اليوم اخر محاضرة فيما يخص الاضطرابات الزهانية اللي هي التريتمنت او العلاج. وطبعا متل ما حكينا بالاول ان المحاضرات اللي منعطيهم فقط من المطلوبات. الشي ما نعطيه او ما بنحكي عنه ما هو مطلوب. اه متوقع نحن فيما تبقى ان نغطي الاضطرابات المزاجية. وعلاج الاضطرابات المزاجية. ونحكي عالاضطرابات القلق. ونحكي عالا او سي دي او الوسواس القهري. اه لازم يكون تقريبا هيك يعني المتوقع فيما يخص ما تبقى من المحاضرات. اه راح نكفي بازن الله للاضطرابات المزاجية. وعلاجها هيصاروا محاضرتين. والاضطرابات القلق ثلاثة. و او الوسواس القهري. اه اربعة. ومحاضرتنا اليوم راح نحكي على علاج الاضطرابات الزهانية. اه ازا الوقت ما اسعفنا. يعني اربع محاضرات. اه ازا ما اسعفنا ممكن خلال محاضرة وحدة. اه ندمج عنوانين. اه فما في مشكلة. اه بس برجع بأكد اني المحاضرات التي اه فقط اللي اعطيناها هي المطلوبة. ازا معنا وقت وممكن نساوي محاضرة تعويضية باعتبار ان اخنا صار عنا شوي خلل. اني فترة بعد العيد ما اخذنا محاضرة والمحاضرة السابقة كمان بسبب سوء النيت. كمان تأجرت او ما اعطيناها. ممكن ازا نساوي محاضرة تعويضية انا ما عندي مشكلة. خلال الفترة الخادمة. نتفق طبعا الموعد. نتفق مع اسيا نشوف. اني ايمت ممكن يكون شي مناسب لا نساوي محاضرة تعويضية. متل ما ات اه كمان حكينا اني النمط الاسئلة هو اميركي. راح يكون يعني اه سؤال وعليه اه 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 خمس خيارات. وخيار واحد. يعني الاجابة هي خيار واحد. اه سواء كان كل ما سبق صح ما عدا. اه او عدا كل ما سبق خطأ عدا. لنشوف شلون. اه بالنسبة لنمط الاسئلة هو راح يكون متل ما حكينا هو نمط اميركي. واعتقد اه يعني بتعرفوا نمط الاسئلة از كان اميركي. تختلف طريقة الدراسة عن النمط الفرنسي. اللي هو مسلا عدد او اه يعني سؤال ولازم انت تكتبيه. او انتو تكتبوه. فبختلف طبعا طريقة الطريقة الدراسة. طيب نحن شوان موضوع الوقت باعتبار كتير متاخرين نحن اه متل ما حكينا اليوم راح نحكي على علاج الطرابات الزهانية. اللي استعرضناها اه تقريبا على مدام حاضرتين اه سابقات. وقلنا اني اه حوالي متل ما حكينا حوالي ستيلة سبعين بالمية. من اه مرضة او مرضة اللي اه بصير في عنده نستشفاء في مشافي الصحة النفسية والعقلية اني بعانوا من اضطرابات زهانية. او هن مرضة بشكل موضوع اساسي. وهو طبعا لان الاضطراب الاخطر اه بالنسبة للاضطرابات النفسية وهو والعقلية. هو طبعا يصنف من ضمن الاضطرابات العقلية. لاني الشخص اه بفقد ارتباطه بالواقع. وبصير الشخص طبعا تنضرب عنده البصيرة او الانسايت عنده. طب صير الشخص هو غير مستبصر. وغير مدرك لا اه لاعراض المرضية. العلاج اه طبعا اه نحن ما مشارط نحن بانه متل ما حكينا انه نحن والله نقرأ المحاضرة متل ما هي. راح نحاول كون انه نوصلكم الفكرة اه موضوع الاساسية والفكرة العملية شو نتعامل مع الاضطرابات الزهانية. اول شغلة تعرفوها وتحطوها في بالكم. رغم انه نحن قلنا المرض الموضوع الفصان او الاضطرابات الزهانية عموما انه هي امراض مزمنة. وهي متل ما بقولوا او الاهل المريض اه او حتى المريض هنه اه متل ما بملوا من المريض. وبيهملوه. وبقولوا سواء كان عالجنا ولا ما عالجنا. هذا المرض اه مستمر معوه. هذا المرض طيبة حياته. وهذا المرض راح ييموت فيه. اه اه طبعا نحن 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 نحكي عمرض الفصان. او عالسكيزوفرينيا. اه. انه بس يخلص. انه بس يخلص اقامي. اه تمام. فا اه متل ما حكينا انه باعتبار هو مرض مزمن ومرض اه الشخص بقولوا اني سواء كان عالجنا ولا ما عالجنا يا دكتور. هذا ما راح يرجع طبيعي. وكلكم بتقولوا لازم ياخد مسلا دواء. لازم ياخد دواء طيلة عمره. او طيلة حياته. وحتى لو اخد الدواء طيلة حياته. انه هو اه كل ما له فيه تراجعه. وانه نظرية الانحدار. نظرية الانحدار كل ما تقدم الشخص اللي بعاني من فصان. كل ما تقدم كل ما بصير فيه تدهوة في الاداء. في اداءه مثل ما انا اداءه المهني. اداءه الاجتماعي. اداءه الوظيفي. اه. اه. اداءه الاكاديمي. كله موضوع بصير فيه اه اه ترقي. اه وتدهور في الاداء. فبصير انه تمام. انه عالجنا ما عالجنا معلتها نفس النتيجة. نحن بنقول لهم اه اني اخي صح هو مرض مزمن. صح هو ايه. ادني هذا الشخص اللي عنده في صام اه او اتشخص له موضوع في صام. وصل له ثلاثين سنة بهذا المرض. او خمسة سنة وعشرين سنة. صح هو ايه رجع طبيعي. او نورمل. بس اه ازا بتهملو او ما بتعالجوه. او ما بتعتني فيوه. متل اه ازا اراب نالو نياه للامراض العضوية. متل مريض السكر او مريض الضغط. او اي مرض من الامراض المزمنة طبعا. اه نقول له ازا انت مريض السكري. هل يشفى? هل هو برجع لحاته الطبيعية? اقول لك لا اكيد ما رح يشفى. مريض السكري اني بس سواء كان عنده سكري شبابي ولا سكري كهلي. اني هو دي اخد موضوع خفضات السكر الفموية او الانسوليد طول عمره. تمام? اه الشغل موضوع التاني. اني هذا روء متل محكينا مريض السكري دي اخد ده طول عمره. ليش هذا مريض موضوع الفصام ما بتتقبله اني هو اني مره يطيب من المرض ومره يرجع طبيعه ودي اخد ده طول عمره. وهذا متل هاد. الشغلة التانية مريض السكري ازا ما اعطيته ده شو بصير فيه? ازا اهملنا المريض وانه هذا مرض لا شفاء منه. لا براءة منه. ما اخرج الشخص يرجع طبيعي او دي اخده ده طول عمره. اه شو بصير فيه ازا انتي ما اعطيته موضوع الدواء احملته. اه بتقلي اني اختلاطات ده السكري رح تظهر عليه. اه عواد ما تظهر عليه مسلا خلال اه فترة مسلا عشر سنين او خمس طاعة سنة. خلال موضوع ثلاثة سنين او ربعة سنين رح تظهر كل الاختلاطات. السكري وهي طبعا مقدمون هي اكتير اختلاطات مهددة للحياة. سوان يطول بخصور كلوي اعتلال موضوع اعتلال اوعي دموية ارتفاع توتر شرياني. نشبة دماغية. اه اه اعتلال اعصاب محيطية او قدم سكرية او او الى اخر من هاي الاختلاطات الكثيرة الممكن تسمع فيه. معناته اني هو مسلا مريض السكر تبعا ما ما في منه شفاء ما برجع طبيعي وهذا مريض الفصام ما منه شفاء وما برجع طبيعي. طب ليش هذا المريض عبتحالجه وهذا المريض ما عبتعطيه دواء. وهذا المريض دي ااخد دواء طول عمره ونفس الشي مريض الفصام. اه رح لكي شوي بالتفصيل اي متن ممكن ياخد دواء كمان ممكن ياخد لازم ياخد دواء طول عمره. طيب بتقلي بس موضوع الموضوع الدواء انه هذا اذا ما علشته رح يدخل باختلاطات. وفي فترة موضوع قصيرة ونفس الشي مريض الاسكيزوفرينيا ومريض موضوع الفصام. اذا انت ما علشته واهملته وما اعطيته الدواء وخلاص ملينا منه يا دكتور صلوا عشر سنين متل ما اننا بهالمرض عشرين سنة عجزنا شيبنا لا بياخد الدواء وقبنكوت وش اعطينا الدواء ما اعطينا الدواء نفس موضوع النتيجة لانه من اهم عوامل النكس من اهم عوامل النكس بالنسبة للاضطرابات النفسية وخصوصي موضوع الاضطرابات الزهانية هو التوقف عن عن اعطاء العلاج. التوقف عن اعطاء العلاج هو اهم عوامل النكس يعني ما نشوف المريض المشخص له اه فرضا مشخص لسكيزوفرينيا او اضطراب زهاني. هذا المريض لازم ياخد الدواء. وقالك حتى بالنوبة الزهانية الاولى يعني شخص اول مرة اول مرة بحياته بصيبه اعراض زهانية اللي حكينا عنها اللي ممكن يكون صار عنده دليوجن توهمات هلسونيشن. اه ديسورجانايت اه بهايفير. اه يعني مثلا عنده اضطراب بالسلوك او سلوك غير منظم اضطراب بالكلام. اضطراب بالبصيرة ان الفصام او الاضطرابات الزهانية بتضرب كل شيء. اضطراب بالبصيرة اضطراب موضوع حتى اكتساب صفات او تبدل في صفات موضوع الشخصية. تمام? اني حتى لو ان الشخص اول مرة بحياته بجي نوبة زهانية. نحن نسمي نوبة زهانية حادي ليش? لاني ما حققت مدة او تبع الفصام اللي هي على الاقل ستة اشور. على الاقل مدة الفصام. المدة الاعراض. اه سواء كان الاعراض البادرية او الاعراض الاكتف او الاعراض المتبطية. كل مجمل هي الاعراض لازم على الاقل لازم يكون محقق ستة شهور. نحن قلنا نوبة زهانية حادي معناته هذا ما حققت لسه معي الفصام. لسه على المدة ما صارت ستة شهور. لو نوبة زهانية حادي بنقول له لازم ياخد العلاج البقائي. لو رجع طبيعي. رجع المستوى الطبيعي او مستوى اه رجع او خط المستوى الاساسي اللي كان عليه قبل النوبة. لو رجع نحن بنقول له اه او علميا اني شقد لازم بقول لي دكتور او اهله او زوجته يا دكتور شقد لازم انضلع الدواء. لازم انضلع الدواء. بقول لك لو نوبة زهانية حادي متل ما حكينا يعني مو فيصام. للسامان تحقق معي الفصام او الكراتيريا. تبع الفصام نقول له لازم تاخد الدواء على الاقل على الاقل من ستة لاطناعش شهر. ستة لاطناعش شهر. نوبة زهانية حادة. ما يصل له يعني بالاعراض ستة شهر. ولازم يا دكتور لازم اخد الدواء ستة شهر او سنة على موضوع الاقل بعد امت السنة بعد عودة اه بعد حدوث الشفاء السريري نسميه سفاء سريري واجتماعي. يعني بعد عودته للطبيعي. يعني بنجي بنسأل مسلا زوجته بنسأل حواليه بنسأله للمريض. قل لي يا دكتور الحمد لله كل اموري تمام. او رجعت متل ما كنا. صار نومي تمام. يا اخي هالتخيولات معا عاد يعني شو انا شو كان عبيجي على بالي. هاي الاصوات بطلت اسمعها حكي صار تمام. رجعت على شغلي. رجعت لبيتي. رجعت لولادي. صارت موضوع من ناحية اجتماعية جيد. اطلع موضوع. زيارات موضوع اجتماعية. اروع عند الجيران. ازا صار في عزة. صار في وفاة. صار صار. رجعت كاني مية بالمية طبيعي. اي باقل له من هون بدك تحد. يعني انت بدك تحد ستة شهور للسنة لازم تضل تاخد الدواء. فاليا دكتور انا رجعت طبيعي. ومية بالمية ليش داخد الدواء ستة شهورة بسنة. باقل له شان ايش. شان ما تنقص. شان ما صير في ريلابس. لاني متل ما حكينا من اهم اه عوامل النكس. هو يقاف العلاج الدوائي. ومتل ما حكينا المنصوح في العلاج الدوائي. اذا متل ما انها هجمة. هجمة حادة لازم ياخد الدواء. كمعالجة لازم ياخد الدواء سنة. لاني وجدوا اني اللي نسبة النكس خلال سنة. اذا وقف العلاج. يعني اعتبر اعتبروا عنا المريض اول مرة تيجيه. مثل ما انها نوبي زوانية حادة. وبعد ما رجع للطبيعي. ظل في هاي النوبي. ولبين ما رجع الطبيعي خلال موضوع شهر رجع للطبيعي. تمام. وراح وقف للدواء. شقد نسبة النكس. ولا خمسة وسبعين بالمية. خلال سنة من تويف الدواء رح ينكس. خلال سنتين تسعين. تمانين لتسعين بالمية رح ينكس. خلال خمسة سنين مية بالمية رح ينكس. مية بالمية. فالعلاج موضوع او متل ما حكينا اهمية العلاج اهمية كبيرة كتير. وطبعا والالتزام موضوع في العلاج. فتصوروا ان المريض اجا اول مرة نوبي زوانية في الاعراض اللي حكيناها. ولازم ياخد الدواء متل ما حكينا على الاقل ستة شفر لسنة. اجا اوقف الدواء بعد ما بعد ما هو تحسن ورجع كل شيء هو برجع كل شيء طبيعي. تمام ورح وقف لي الدواء في نسبة النكس ثلاثة اربعة. ثلاثة اربعة ورح ينكسوا. خلال اول سنة. ورح تصير مينين لتسعين بالمية رح ينكس خلال سنتين. وخلال موضوع الخمسة سنين بقولك مية بالمية رح ينكسوا. فامر العلاج امر مهم جدا والالتزام والالتزام طبعا بالعلاج. هلا هذا الكلام ليش نخنا بالطب النفسي كتير منبزه الجهد ومنبزه الوقت اني نفهم هذا الكلام ونشرح له ونوعي المريض والقائمين على رعايته واهله او زوجته او ابوه او امه او او الاخره بهاي موضوع الاهمية واهمية الاستمرار موضوع بالعلاج الوقائي وبالمدة. اه فالتوعي والتسقيف النفسي بهذا الامر كتير مهم لاني بقولك اني اه اني الكل نكسة اي موضوع النكسة ما هي اعراض فقط. يعني انا المريض لما اعبنكوس لما برجع لطبيعي. وخلاص يا دكتور ما ظل فيه شي. تمام? لما بنكس النكسة ليست اعراض فقط. النكسة يعني اني والله انا كاس يا دكتور بطل ينام. اه اكله قل. صار يعصب. صار يضوج. صار يحكي مع حاله. صار يتخيل موضوع تخيلات. صار يقول انا المهدي. صار يشك موضوع فيني. صار يفكر ان الناس عب تحكي عليه. اني انا ازا بيركي مع ابني. اه اه ما بقدر ببرك مع ابني. لاني هو اه لما بيركي مع ابني وبحديثنا عادي فكر اني نحن عم نحكي عليه وبيجي بيمسكني. وبقول لي ليش شو عب تحكيك انت مع ابنيك? شو كنت عب تتوتوتي عليه? تمام? صير بتضحك لحاله? تمام هاي النكسة او الريلبس هي ما هي بس اعراض. هي بقول لك في تغيران. تغيرات بيولوجية بتصير على البنى العصبية. يعني على الدماء والخلايا موضوع العصبية الموجودة. فيعني نحن بنقول له اني المؤول للمريض او لاهله من ضمن التسقيف النفسي او التوعية باهمية اني نحن استمرار في العلاج الدواي ونحن قدر الامكان. اه مثل ما اننا لاني من اهم اسباب النكس هو ليقاف العلاج الدوائي اني نحن بعد الفترة بين النكسات وحتى موضوع النكسة تكون اني لما بكون المريض عبي ياخد دواء ملتزم بالدواء حتى لو صار في الريلبس بتكون الاعراض كتير خفيفة. لاني مع كل نكسة ايش بصير في عندي? كل نكسة يعقبها تدهور. كل نكسة يعقبها تأذي تأذي بيولوجي في الخلايا الدماغية. يعني وجدوا اني كل ما نكس المريض اكتر او الشخص اللي عنده اه زهان اكتر كل ما بصير عندي تأذي في الخلايا العصبية والدماغية. وكل ما له بخسر موضوع القدرة على يعني متل ما بقوله بصير ايه تمام? كل ما عكتر انت عيفه من دون علاج وخليه ينكس. كل ما بصير بصير بمشي بالشوارع او بصير بياكل مزبالة او بصير اني مثل المتشردين او مثل اللي بتحسيون اني ما في عنده الا اهل ولا 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 الى اخرين. فالنكس ما هو بس اعراض. النكس هو تأذي. هو عبصير كل نكسة ففي تأذي بالخلايا الدماغية او بالبناء العصبية الموجودة وفي تدهور كل ما نكس كل ما في تدهور في الاداء الاجتماعي او المهني او الاكاديمي او الى اخرين. فالانتزام بالعلاج الدوائي والتسقيف التوعية باهمية الاستمرار بالعلاج الدوائي روم عودة المريض عودة موضوع المريض الى مستوى الاداء اللي كان قبل ما تجي هاي الاعراض فامر مهم اه امر مهم جدا جدا. فهذا اه منقول يعني اه حكينا في مقاربة معناته انا لازم اساوية اه للاهل ولازم امزل مجهود لحتى اه اوعي الاهل باهمية الاستمرار بالعلاج الدوائي اهمية اه اني ااخد دواء وفق المدة المنصوح فيها تمام لاني اه فيه نكسة النكسة فيه تدهور فيه اه تموت في الخلايا الدماغية فيه ازيه عضوية بتصير مع كل نكسة من النكسات اللي بتصير اللي بتصير عند المريض. نجي كمان منقول هالعلاج الترابات الزهانية يقتصر على العلاج الدوائي يقتصر على العلاج موضوع الدوائي او مضادات الزهان الانتي سايكوتيك او المهدئات تعتبر هالمهدئات الكبرى اللي ممكن نحن نعطيها. رح نحكي عنا شوي بالتفصيل على الادوية. هل العلاج هو فقط علاج دوائي؟ منقول له لا. لازم يفهموا الاهل. وفهم موضوع الاهل والمريض. النيمو الشق العلاجي بالنسبة للاضطرابات من موضوع الزهاني هو شق دوائي فقط. يعني كمان منقرب او نضرب احنا دائما احنا هاي المقارنة. ع فكرة بالنسبة ان خلي كسيكاتريست او المريض او اهل المريض اني يفهموا عليك او الصورة تصير كتير قريبة تصير قريبة لالهم في التعاطي مع اه مرض ابنهم او بنتهم او اه او احد افراد اسرتهم. فمنقول لهم اني هل مسلا كمان مريض السكري بس لازم يلتزم موضوع بالدواء? يعني اني مريض السكري بس لازم ياخد خافض سكر او ياخد انسلين او ياخد منظم وياخد موضوع اسبرين او مميع او ياخد اه مسكن هل بس هذا الامر? يعني بتنحل موضوع مشكلته انه مرض السكري والبغط مرض مزمن ما فيه شفاء. اه دي اخد الدواء طول عمره. تمام? هل يكفي الدواء لوحده? اكيد لا. يقول لهم اكيد الدواء لا. يعني انا شو مستفيد من الانسلين وشو مستفيد من خافضات السكر الفموية? اذا انا مالي ملتزم بيحميه? اذا انا والله باكل كلشي ومالي محتمي وباكل حلو باكل حامض وباكل لفان وباكل رز وباكل بطاطا وباكل حلوب والشاي بحط الله نص الكاسي سكر ونص شاي. ايه تمام? شلون انا وعبا اخد الدواء ملتزم بالدواء? هل هذا اه علاج? هل انا ماناتا ملتزم موضوع بالعلاج? او هل العلاج يقتصر فقط على الالتزام بالعلاج الدوائي? اذا انا ما احتميت ما كل العلاج كله بتشيله بتكبه بالحاوية? يعني انا اذا اعبا اكل شي يضرني. تمام? او انا مريض ضغط. عندي ارتفاع توتر شرياني وعبا اكل موضوع كلشي. موضوع موالح مخللات. اه بلت بالملح. ما عندي اي اي شي. طيب شلون? اخد. اخد شو قد بدك خافضات. اه. خافضات. اه ضغط. رح ينزل ضغطك? لا اكيد ما رح ينزل ضغطك. فمعناته اني لا يكفي العلاج الدوائي لوحده. هذا المرض الفصام او مرض طرابازوهني لا يكفي العلاج الدوائي لوحده. طيب شو بتقول لي اني اه غير موضوع العلاج الدوائي? اه. ابقلك اني هو اه مو يكفي العلاج الدوائي. بدك تعيد تأهيل المريض داخل المجتمع. هذا المريض صار عنده مثل ما انه مرض. هو المرض الزهاني من الامراض العقلية اللي ضربته كلشي. او هي على كل الاصعدي. فصار عنده نظرية الانحدار صار عنده تدهور. تدهور في الاداء. تمام. لازم نعيد تأهيل الموضوع في المجتمع فيما يتناسب مع قدراته المستحدثة. يعني. مثل ما انه هو كان عبد الدروس وتعليمه الاكاديمي. وصل للسنة الرابعة. اه. مثلا اه. ادب عربي او الادب انجليزي. ما اقدر يكمل. هذا ما بجي. انا ابدعي التأهيله. ما بقول بس بعطي الدواء. بحطه. بحطه عرف. او بحطه في البيت. وبقفل عليه. او بحطه موضوع في البيت. والله هذا مريض في صامي. وما فيه. هي اختلط في حدا. ولا فيه. يروح. ولا فيه يجي. تمام. ولا فيه يساوي شيء. لا. يعادة تأهيله ضمن المجتمع. يعادة تأهيل ضمن المجتمع. لازم انا ادور له على شيء بهني او عمل يتناسب مع قدراته. تمام. يتناسب مع قدراته. ما لازم انا عيفه في البيت واحطه في العلي بس عباطي الدواء. قريب اعرضه على طبيب. لازم ما اقفرتيه لحده. شان الوصمي او الناس اني ما يعرفوا اني والله فلان اخوه مريض نفسي او مريض في صامي. او اختون عندهم في صاميه. بحبسوها بالغرفة وما بطالعوها قدام حدا. وما بطالعوها بره البيت لاني فيه بخجلوا منه. وهي عار صارت عليهم. او الناس لما بتقول له والله عندهم اختون مريضة في صاميه يعني كتير بتدايقوا كأنه هي عيب او عار. تمام? فهذا بالاخير متل ما انه المرض النفسي متل المرض العضوي. تمام? انه هي هذا موضوع المريضة وهي المريضة لازم نعيد تأهيله في المجتمع. ما نستعر منه. نتعامل معه ومع مرضه ومع امكانياته. مع امكانياته اللي 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 صارت. لازم متل ما انه نعيد تأهيله ضمن متل ما انه ضمن ضمن المجتمع. الشغل التاني متل ما هو المريض السكري ملتزم بحمية. وآآ بياخد موضوع ادويته ومرضه ما فيه موضوع منه شفاء. آآ هل كافي هذا كمان? هل كافي الحمية? وكافي ان ياخد خافضات آآ السكر الفموية او خافضات الضاط. تمام? انه كافي للتعامل مع المرض? اقول لك لا ما هو كافي. لازم يساوي نشاط بدني. لازم يساوي رياضة. اذا هو بدين لازم يحاول يخفف. يخفف وزنه. لاني هذا هذا موضوع من آآ من اساليب التعامل مع المرض. انه اذا كتتجنب يكون في عندك آآ آآ أو بيزيتي او عندك موضوع سمنية. عندك رفع شخم سلاسية. رفع شخم الكوليسترول. تمام? لاني كله هذا رح يأسر عوامل خطورة اضافية. اني انتي آآ بالنسبة كمان موضوع معك سكر. فلازم تساوي رياضة معناتها. تمام? كمان مريضنا. لازم متل ما انه يساوي نشاط بدني. نحاول نقعادل من اهله ضمن المجتمع. آآ بالنسبة ان الانتزام موضوع بالعلاج الدوائي. آآ نتعامل معه وفق آآ قدراته وامكانياته. ما نطلب منه. منه او نتوقع منه صفة اعلى من من امكانياته. يعني متل ما بقوله. بل قبل غير البعد. يعني هو قبل هذا الشخص قبل اصابته. بالاضطراب الزهاني. تمام? غير بعد الاصابة. ما ما رحين انا ما لازم انا اتوقع منه واتحامل منه معه كشخص مية بالمية لازم يساوي ولازم يكمل دراسته. ولازم ولا ضل للا سنة بتصير دكتورة. ايه ما بقيت تقدر. انا معنا للازية اللي بتصير. آآ الادراك مثل معنا التوهمات. العدم الاستبصار. عدم المطاوع العلاج الدوائي. كل هذا موضوع بتأثر. فما هو قدر يكمل. لا. لازم يكمل. لازم يصير. وهذا مجنون اصلا. وهذا يعني اصلا هو ما فهم واحد ضل له سنة اللي يصير دكتور. ولا حتى يا اخي هذا المرض ما فيه احد عراسه وخيمة. هذا المرض هيك طبيعته. هيك اهراضه. هيك اللي بصير مع البني ادم. فلا تتوقع منه موضوع او او تشيله اكتر. متل ما انه مما اه مما يحتمل. لا تتحمل الامر اكثر مما يحتمل. تمام. فان معنات العلاج اه بالنسبة للاجة والطرابات الزهانية بخصوصي. نحن نحن نحكي على السكيزوفرينة والطرابات الزهانية بشكل عام. اني اه نحن ما نقتصر على التشجيع والتسقيف النفسي والتوعية بالالتزام بالعلاج الدوائي بالالتزام بالمدة العلاجية بالنسبة موضوع للدواء. ما اه ما نقتصر بس اللي والله بس عبي ااخد دواء تمام. اه اني خلاص هو العلاج بس ياخد دواء لا. العلاج بس ياخد دواء. العلاج مثل ما انه في اعادة تأهيل في مرض انشطة وموضوع بدنية. في استبعاد وعن او تخفيف الضغوط او الشدات لانه هي من اهم مثل ما انه عوامل الريلابس او النكس هي الشدات او السترس اللي ممكن يتحرطه المريض. اللي المريض اللي هو عنده موضوع فصام مثل ما انه عنده موضوع زهان. اه ممكن مثل ما انه ازا تعرض لشدة او تعرض موضوع اه لضيق اه زميعات في احد او اي شدة ممكن ينكس. نعوامل مثل ما انه هي بتطلق الشدات هي بتطلق الشرارة. وبنفس الوقت ممكن انه هي تلعب دور كبير في ان هذا المريض يرجع موضوع اه يرجع ينكس. تمام? يرجع ينكس. هل في وقاية من الفصام? يعني انا مثلا عندي قصة عائلية جابيرة فصام. يعني ابوي مثلا مريض هو فصامي او توفى نتيجة اه اه مرضه الزهاني او عندي اختي في صامية او عندي خالتي في صامية او عمي في صامي او خالي في صامي. فهون مثل ما ان الامراض حكينا ان الامراض النفسية والعقلية مثل ما اتل امراض العضوية ان الوراسة تلعب دور كبيرة في موضوع اه اه زيادة موضوع في الخطورة او زيادة الاحتمال الاصابة اه احتمال موضوع الاصابة. فهل اه انا مثل ما انا مقدر بوقع حالي من الفصام? لا. ما بقدر بوقع حالي من الفصام. ما فيش عامل وقائي اه انا ممكن انساوي اني شان اه اقي حالي بموضوع من الفصام. اه يعني انا ما بصير ااخد دواء ولا دواء وقائي شان ما انصاب بالفصام قبل ما ظهور يعني قبل ظهور الاعراض اه الاعراض المرض عندي. اه يعني خلينا اقول متل ما حكينا انا ابوي فصامي وخليني معناته ااخد نفس دواء ابوي شان يصير عندي اني وقاية من الفصام. لا. انت عندك الاستعداد. انت عندك استعداد اكتر من غيرك. اذا في قصة عائلية للاصابة موضوع فرضا بالفصام او اه بالاضطرابات الزهانية. عندك استعداد اكتر من غيرك. بس انت عندك الاستعداد ممكن ما يظهر عليك. ممكن ما يظهر عليك المرض. ممكن ما يظهر عليك المرض. فما معناته انا ما بقدر. متل ما انه باخد دواء. ما بدي موضوع ااخد دواء عشان ما يظهر عندي المرض. ابجوز ما يظهر عندك المرض. لو عندك استعداد. لاني متل ما انه انا عندي الاستعداد. بس في حوامل تاني كتيري تلحب دور في ظهور هذا المرض. يعني انه اه 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 مثلا اذا ناخد موضوع شجرة او نبتة او زرعة. انا بكافي بس اني احط موضوع بالتربي لحتى تلمو وتظهر وتكبر. او لاني هاي بدي اول شي تربي مناسبة. فممكن ان يكون عندي التربي المناسبة. عندي الاستعداد. بس هاي الزرعة او هاي النبتة اذا انت ما صائيتها. ما دور تبالك عليها. ما حميت موضوع فرضا من من الريح الشديدة او العوامل الجوية او 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 البرد او اذا انخفاض شديد في درجات الحرارة او هل هاي الزرعة بتنموت بتكبر ولا بتموت. تمام? ونفس الشي. انا عندي فرضا التربي. عندي الاستعداد بس الاستعداد غير كافي لحتى يظهر المرض. بدي حوامل تانية اني لحتى تفجر عندي المرض او تظهر عندي المرض. مثل ما انه مثل هاي النبتة اللي بتحطيها في دربة مناسبة بس اذا ما في ظروف تانية ان هي بتساعدها اه تساعدها ان هي تلمو او تكبر او تظهر ما ما بتلمو ما بتكبر. فممكن مثل ما انه انا عندي الاستعداد انا ابوي فصامي امي فصامية خوالي عندي فصام ما هو الاخري بس مو شرط انا يطلع عندي الفصام. ممكن يكون عندي الاستعداد بس بدي عوامل تانية. مثل ما انه حتى يظهر هذا المرض يعني هو شرط. مثل ما ان الاستعداد الوراسي هو شرط لازم لكن غير كافي لظهور الاصابة. فما في شي عندي اني اه ممكن انا والله ااخد مثلا مثل ما انه ااخد ادوية او ااخد مطدات زهان لو الوقائي من زهور مرض ما في هذا الكلام. تمام? يعني خلينا نقول مثل اه اه مريض موضوع السكري. يعني ازا ابوي سكري او امي سكرية او اخوالي او عمامي انا باجي باخد خافضات سكر مع اني انا سكري طبيعي. عندي الاستعداد بس لساعة ما ظهر عندي المرض. باخد خافضات سكر وما ظهر عندي المرض. شو بصير فيني? بصير معني ناقص سكر بصير عندي اختلاطات ناقص سكر. ما بصير اصلا اخد انا اه اه خافضات موضوع سكر ازا انا ما ما ظهر عندي الاصابة. فنفس الشي بالنسبة لها السكيزوفرينيا او الفصام. ما في شي اسمه والله ااخد ادوية بشكل يخايشة ما ينسى عندي المرض. طيب شو ممكن نخفض نسبة الفصام? انا تمام ازا فيه اه قصة عائلية لمرض موضوع فيصامي او فيه سوافق عائلية للاضطراب فيصامي وبعرف اني هالفصام هو مثله مثل الامراض. طب الفصام ممكن احاول اني اقلل او انصح لعدم زواج الاقارب. لاني مثل انه هو مثله مثل الامراض التانية الوراسة الى دور. فنحن ازا صار فيه زواج اقارب. تمام? والله واحد جواز بنت خالته ولا بنت عمه ولا بنت اه ولا بنت اه بنت عمه اولاد عمه ولاد خالي بتعرفوا موضوع بالريف كتير هذا الامر تشوف تدخلي على الضيعة. يا سلام. يا سلام سلم الضيعة كلها اريف بعض. اللي ما هو من اه طرف ابوه من طرف امه. ما هو من طرف امه من طرف اه اه المسوان ياخدين ياخدين من بعضه. فمستحيل هدول موضوع حدا ينفود. انا كأني عباعزز. شو عباعزز? انا عباعزز نسبة الظهور الامراض المرتبطة بالوراسة. فنقول اذا فيه معناته اني عائلة او سوابق عائلية لاصابة الفصام. ممكن نحن ننصح بعدم زواج الامارب لاني مثل ما انت رح تزداد الامور رح تزداد الامور سوء بوجود زواج الامارب. معناته انا عباعزز فرص او بعززز احتمالية اني اصابة الاولاد او اصابة. خلينا نقول الاحفاد اني عباعزز اصابتهم بهذا المرض اللي بتلعب فيه الوراسة جزء كبير. متل ما انه الاستعداد بلعب جزء كبير من 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 الاصابة بالمرض. طيب معناته ما فيه وقاية قبل ظهور المرض. ممكن انه وارس الاستعداد بس هذا الاستعداد غير كافي. لازم بس غير كافي لظهور الاصابة. ممكن ما انصاب انا. وشغلة تاني اللي ممكن نحن ننصح بعدم موضوع زواج الاقارب لما يكون في عندي اه متل ما انه في عندي قصة عائلية لا الاصابة بال. اه طيب نجي هلا على شق موضوع الادوية. انا بالاخير هلا بتعامل. متل ما انه مع شخص عنده سكيزوفرينة او عنده زهان. طيب. اه شو ممكن الادوية اللي انا استعملها? هلا الادوية المعروفة اللي اه اه اللي بالنسبة الادوية مضادات الزهان. مضادات زهان في عنا اه اه الانتي سايكوتك. في عنا جيلين من مضادات زهان. هو جيل الاول او 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 جيل التاني. الجيل الاول والجيل التاني. الا ما كتير انا بركز على الادوية ولا بركز كتير على الجرعات. ولا كتير بركز على يعني طبعا بالنسبة الكون. اه السايدة فكتة او التاثيرات الجانبية. بس لازم تعرفوا انت خلينو كطالب طب اني تعرف يا اخي هذا ازا نذكر اسمك دوة. تمام اه او شو يعني اعرف دوة دوين او تلاتة على الاقل من الادوية المضادة للزهان. اه من الادوية المضادة للزهان. او ازا ذكر مثل ما ان اسم دوة. اه تمام اني هذا اه بستخدم او يستخدم كموضاد دوان ولا لا. تمام? فلازم انا اه اعرف. بس مثل ما انه ما كتير انا اه يعني اه ما كتير بالنسبة للتركيز والله لازم اعرف الجرعة. قليلة التأثير. على ايش بشتغل هذا الدوة. اه اه اه. هذا موضوع الدوة شو موجود منه بالماركت او بالا بالصياد لي شو موجود منه والله عيار خمسة وحشرة وعشرين. وشو الاسم التجاري وهو الاخري. لا. انا كفي مثل ما ان اعرف اه انلي دوين او تلاتة وخصوصي الدوة الادوية الكمن. الاشياء. تمام? او متوفرة اه اه حاليا او متوفرة اه بال 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 بالسوء المحلية او بالصياد لي. اني اعرف هذا الدوة اني هادا بعرفون اني دوة مضاد زهان. تمام? اه الامور التانية صلنا اشار لي اقرب للتخصص. انا كطالب طب مثل ما انه ما كتير اه 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 مثل ما انه كتير اه 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 كتير والله لازم اعرف تفاصيل كتير عن هذا الدوة وتفاصيل دقيقة. هلا اللي اه نحكيه مثل ما انه فيه جيل اول و جيل تاني. الجيل الاول اه اه منه اللي كتير معروف بالنسبة حتى موضوع الاستطبابات طبعا فيه استطبابات تانية فيه مجال اله اه اله اه الانتيرنال ميديسن او الطب الباطني والداخلي عندك اللارجكتيل. اللارجكتيل طبعا اللارجكتيل هو الاسم التجاري. اه هو الاسم العلمي طبعا انتو بتحفظه اسم علمي ما لكم الهلاب الاسم التجاري. الاسم العلمي هو الكلور برومازين. الكلور برومازين. اه هو من ادوية الجيل الاول. وهو اه الكلور برومازين. مثل ما أنا اسمه التجاري آه الأرجاكتير يستخدم حتى يستخدم بالآ عند الأشخاص اللي يغندن آآ فواق اللي عندهم موضوع فواق ممكن يعطوهم آآ ينصحوهم بالعلاج بالكلوروبرومازين لأنه هو الوصف في موضوع في موضوع هاي الحالي الكلوروبرومازين أو كمثل ما أنا اسمه التجاري خلال جفيل مثل ما ماهو كتير مهم اني تقول لي شكال الدجرع اليومية اللي ممكن استعمله كمان أو مضاد زهان ماهو كتير مهم أو التأثيرات الجانبية تمام عرف لي اني هذا مضاد زهان هذا المضاد زهان بس تعرفوا اني اني هذا المضاد زهان انهو حتى كيستخدم كمضاد زهان بده جرع عائلي يعني شو جرع العائلي هو موجود بالصيادة على شكل تابلت وموجود على شكل أمبول الكلوب رومازين على شكل ميلي جرام موجود بعيار 100 ميلي جرام على شكل أمبول موجود بعيار الأمبولة في 25 ميلي جرام موجودة الـ 25 ميلي جرام موجودة في 5 ساسة يعني الأمبولة في 5 ساسة وتركيز الأنبولة هو الخمسة باللي فيه 15 ميلي جرام كلور برومازين اللي بدي تعرفوه عن هذا المركب انه هو لما استخد مكامضات زهان بدي جرع عالي منه ممكن اوصل هاي الجرع العالية توصل حتى 800 ميلي جرام او 900 ميلي جرام هذا من اهم تأثيراته الجانبية او side effect للكلور برومازين هو السيداشن يعني التركين فلما تصوروا يعني ممكن نستعمله في جرع 25 او 100 ميلي جرام او اطلاء المريض والله يا دكتور المريض ضل 24 ساعة من 40 ساعة نير او المريض اني اعطيناها هاي الحبة نام بول تحته حتى على التواليه ما قد يقوم يطلع موضوع التواليد لاني نومه نوم عميق ويا لطيف يا ستار فهو السيداشن اللي اللي له اه كثير كثير حيلي او التركين اللي له كثير عيلي فانا اذا ده استخدمه كمضاءات زهان واستخدم جرع كبير منه معاها المريض بنشل المريض ما بدر بتحرك فنحن عده تمام نستخدمه كمضاءات زهان معاني هو يعني كجرع كمضاءات زهان نستخدمه اه منستفيد من تأثيره الجانبي هو التركين فمنعطيه بجرعة مخفضة ونحن بنعطيه كمركم يعني انا المريض بدي اينام تمام المريض اه في حال تياج نفسي حركي عبكسر عبعصب اه بده ينزي بده يضرب بده يعمل بده يترب تمام بحاجة لمركم لاني مثلوا ان المضادات الزهان هي شو بين قوسين شو هي هي مهدئات كبرى بينما البنزو دي زبينات هي مهدئات صغرى يعني مضادات الزهان اني شايفين المريض اللي بعبعصب ومكسر وبضرب وبده يساوي بده يعمل تعطيه عبرة لا رجح تيه اه بصير مثل خاروف تركنه بتهدي بتنايمه تمام هي مهدئات كبرى مو بس البنزو دي زبينات مهدئة بالعكس البنزو دي زبينات هي تحتبر مهدئات صغرى المهدئات الكبرى الكبيرة المفعولة اقوى وهي اللي بيستخدمها للتعامل مع المرضى العنيفين والمرضى اللي عنده نهياج نفسي حركة او عندهم بزاء او عندهم قطورة لما ده هدي بعطيه مهدئات موضوع كبرى بعطيه مضادات زهان فالكلوربرومازين تعرفوا انه هو اللي هو مضاد زهان تمام انت سايكوتك بالجيل الاول شغل موضوع تاني نحن عادة نستخدمه حتى موضوع في الطب النفسي نستخدمه للتركين نستفيد من تأثيره الجانبي هو التركين لاني تستخدمه انت كمضاد زهان بدك جرع عيلي والجرع عيلي ما خرش تستخدمه مثل ما انه نتيجة ان المريض تأثيره التركيني كتير قوي فما ممكن تعطيه هاي الجرع العيلي اللي ممكن توصل ل ستمية او تانمية ميلي جران الشيء التاني الهالوبريدول الهالوبريدول كمان هو مضاد زهان من جيل الاول الهالوبريدول تمام فيه منه تابلت وفيه منه يعني حم وفيه منه أمبول ومستخدم مثله مثل الكروبرومازين كمان يستخدم في التهديئة او الهالدول تمام نعطيه موضوع فيه فيه خمسة ميلي جرام الأمبولة نعطيه نستخدمه موضوع للتهديئة للمرضى اللي عنده نهياج نفسي حركي وهذا الهالوبريدول لا هذا ممكن أستخدمه كمضاد زهان طبعا لأنه جرعته الجرعة أنه هي جرعته من 10 إلى 20 ميلي جرام من 10 إلى 20 ميلي جرام هو أنه بيجينا بعيار اتنين وبيجي بعيار خمسة خمسة الأشكال الصيدلانية وبيجي بعيار موضوع 10 وكان سابقا أنه فيه هالوبريدول 20 ميلي جرام تابلت فالهالوبريدول ممكن فيه منه أنبول بستخدمه أنا في التهديئة وكان نستخدمه في التهديئة كحقن عضلي حقن عضلي وأحيانا ممكن نستخدمه وريدي بس نحن طبعا نتعد عن الوردي بشكل كامل وخصوصي عند المرضى اللي عنده اجيتيشن أو هياج معانيته ممكن أستخدمه في حقن عضلي في حالة موضوع التهديئة وممكن أستخدمه كتابلت أني في كمضاد زهان لأني مثل ما أن الجرعة هي من 10 إلى 20 ميلي جرام فأنا بقدر من 10 إلى 20 ميلي جرام فيه عندي مثل ما أن أقراص خمسة أو عشرة وعشرين بقدر بستخدمه في علاج مثل ما أن في كمضاد زهان بقدر بستخدمه في حالنا شيء اسمه الدول الديبوت أو المدين اللي ممكن إذا حد سمع فيه أو ممكن يسمع فيه إذا عنده مريض فيصامي أو هو ما يسمى اسمه التجاري بالموديكيد التركيب العلمي هو الفلوفي نزين الفلوفي نزين أو اسمه التجاري والموديكيد يلي بيجينا الأنبولة فيه واحد سيسي فقط الأنبولة فيه واحد سيسي هالواحد سيسي فيه تركيز خمسة وعشرين ملي جرام من الفلوفي نزين من استخدنا هاي الديبوت يعني مديد تستخدك حقا طبعا كل شيء مديد أو ديبوت مثل البنسلين المديد حكما عضلي حكما عضلي ويقول لك حقا عضلي يعني ما تجي تقول لي ديبوت أو مديد تجي تعطيه وريدي يعني بتقتله للمريد أبدا انت تعطي زيت يعني هو الديبوت هو فيه بيجي بمحلول زيتي زيت وعطيه بالوريد أبدا صمي راح مات حكما الحقن هو حقن عضلي عميق بالنسبة للديبوت أو الأدوية المديدة شقد بتطول باعتبار مديدة هي بيقول لك ببلش تأسير بعد 72 ساعة بعد 30 من الأرطاء وباستمر حوالي من 2 إلى 4 سابيع باستمر حوالي 4 سابيع شهر يعني ممكن أن أكرر الحقن بعد 15 يوم أو بعد شهر ممكن أكرر الحقن فمعناته خلصها عندي 3 أسماء بالنسبة لأنتي سايكوتيك فيه عندنا الكلوروبرومازين عندنا الهالوبريدول عندنا الشيد دو والمديد الوحيد على كل الموجود حاليا في المحرم الأدوية النفسية المديدة والمديد أو ما يسمى الفلوفي نازيل اللي بتنعطى مثل ما ناهي حص حكما وحصرا حقن عضل عميق في الناحية الأوليوية تمام وبتنعطى بفاصل وما ببلش مفعولة تمام إلا بعد حوالي موضوع 30 منجي على الجيل الثاني السيكم جينوريشن اللي موجود لخمسين مضاب زهان بس نحن كطلاب طب أنتو أو متل معنا شو تعرفوا خمسين وتعرفوا الجيل الأحداث أو الجيل الثالث أو الجيل الرابع بالأدوية يعني يعني مثل أو نقول أنا أحفظ أو لازم أحفظ كل شي في أنتبيوتك أو صادات موضوع حيوية ممكن أن الموجودك لازم أكون على الدراية فيه وهذا الأمر كتير كتير صعب فبكفيني أنا تعرف من الجيل الأول كلورو أو ما يسمى اسمه تجاري وشو استخداماته الهالو بريدون إذا سمعت فيه أنه هو مضاد زهان لو شقد ممكن يكون جرعته في الجيل الأول المديد الملعطة حقن ومديد والدواء بطور بثنين لأربع عسابي هو الموديكيت أو الفلوفي نزين الجيل الموضوع الثاني عندي تسمع بالرس بريدون تمام إذا نسمع بالرس بريدون تعرف أني هذا مضاد زهان بشكل أساسي وفيه عنا الأولى زبين كمان موضوع جيد تالي فيه يعني ممكن ثلاثة حاج وكافي أني أنت تعرف هاي الأسماء وأني شو هي شو هي مثل ما أنا شو شغلتها يعني شو تصنيفها هذا الكافي بالنسبة مثل ما حكينا أني قال لك شو آلية التأثير طبعا تشوفهم المحاضرة بس ترجعوا المحاضرة بتشوفهم أني فيه تأثيرات شوان علي التأثير هاي موضوع الأدوية شوان علي التأثير أو تشتغل هي تشتغل طبعا بشكل أساسي على الدوبامين على مستقلات الريسيبتورز دوبامينية وتشتغل على السيروتونين تمام ما هو كتير أو ما هو كتير أنه مهم هذا الأمر تمام الشيء تعرفوه أو بالنسبة للمضادات الزهان ولا حتى كل أدوية نفسية نحن نبلش فيها بجرعة منخفضة ومنزيد الجرعة لحتى نوصل تدريجية لحتى نوصل للسيرابيوتك دوز للجرعة العلاجية وفي شيء إنه ماكسيموم دوز الجرعة القصوى اللي ممكن لكل دواء هاي الجرعة القصوى ما بصير بعد هاي الجرعة ما بصير أزيد الدواء ما بصير أزيد كمية موضوع الدواء المعطل للمريض بعد ماكسيموم دوز أو الجرعة العظمى لأنه بعد الجرعة العظمى ما حتى تأخذ أي تأثير علاجي أو سيرابيوتك أفكت أي تأثير علاجي للدواء فسرتي تأخذي شو صرتي تأخذي تأثيرات جانبية صايد أفكت للدواء يعني الجرعة القصوى ليش بقول لك أنه يفي عن جرعة الابتدائية تمام إشان المريض يستحمل الدواء يستحمل التأثيرات الجانبية للدواء تمام بعدين بنزيد الجرعة نوصل الجرعة العلاجية تمام وممكن المريض ما تحسن الجرعة العلاجية بتوقع أنه هو بهاي برانج تبع الجرعة العلاجية بتوقع أن المريض يتحسن في حال ما تحسن ممكن أنا أرفع الجرعة من دواء للجرعة الماكسيموم دوز أو الجرعة القصوى تمام بس وصلت للجرعة القصوى تمام يا حبيبي حرج ما عد فيك زيب الدواء لأنه مثل ما أنا أي زيادة فوق الجرعة القصوى أنا تمام ما عباخد اي تأثير علاجي عباخد بس تأثير جانبي موضوع للدواء يعني مثلا بقولك الهالو بيريدول الهالو بيريدول نفني نبلش فيه من واحد ونصد ثلاثة ملي جرام نرفع موضوع الجرعة الجرعة العلاجية بتوقع انا بين الخمسة والعشرة ملي جرام ماكسيمون دوز بقولك ممكن توصل لثلاثين ملي جرام في بعض الدراسات ممكن تقول لك ممكن اوصل للستين ملي جرام بس نحن عادة ما نطلع فوق باليوم طبعا يعني 30 ملي جرام باليوم طبعا نحن عادة يعني مقسمة على جرعتين يعني يقولك جرعة القصوى هي ثلاثين ملي جرام تقول لي ثلاثين ملي جرام ما تحسن المريض خلينا سويا 40 ملي جرام خلينا سويا 60 ملي جرام نقول له يا حبيبي هاي الشغلة ما يبالكمشي ما يبالشيلي تمام؟ ما هي الشغلة اني بالكمشي يعني والله 30 ميلي جرام ما تحس المريض خلينا ساوية 40 خلينا ساوية 50 ما هي الشغلة مثل ما انه هيك هذا الدراسته اني جرعته لقصوى 30 ميلي جرام 30 ميلي جرام معناتها لازم ما تطلع فيها الجرعة ليش؟ لاني هذا وجدوا اني 30 ميلي جرام هي اقصى جرعة ممكن انت توصلها باحتها 30 ميلي جرام ما بقيت تاخد ولا تأثير حلاجي لك شو اذا زدت الجرعة ما بقى في تأثير علاجي شو لك صاري صار عندي؟ آه تأثير جانبي للدواء شو في تأثيرات جانبية للدواء صارت تتفاقم او صارت موضوع الزيد لما انت بتطلع فوق الجرعة القصوى فمعنات انا بفهم موضوع الاهل او المريض او اهلو اني نحن هاي موضوع الجرعة طبعا دواء له تأثيرات جانبية لذلك الحين بلاشنا فيه بطيء ما في عندي دواء ما له تأثير جانبي طبعا ولا كيا دكتور بس ما يكون له تأثير موضوع اني ممكن ننيم كثير او ممكن المريض يصير عنده تنفتح شهيته او ممكن مثلا يصير عنده اعراض هطمية منقوله ما في عندي شي اسمه دواء ما في عندي درنج ما له تأثيرات جانبية نحن بنحاول ليش عم نزيد الجرعة بالتدريج حتى اني الجسم بصير يتحمل لها التأثيرات الجانبية اللي تزول مع الاستمرار في اعطاء دواء واذا صار تأثيرات جانبية خطيرة نسبية ريسك تأثيرات جانبية خطيرة فهون انا باضطر اوائف الدواء او اذا مثل ما حكينا او التأثيرات موضوع الجانبية كانت اني غير مرغوبة للمريض بنحاول الى انلاقي موضوع حل انلاقي حل لها التأثير الجانبية بس ما في شي اسمه دواء من دون تأثير جانبية لانا اذا اجب لك الدواء ما له تأثيرات جانبية تمام؟ يعني بتفتح انت اي اي موضوع وعلب الدواء تمام؟ ايه بتلاقي مطروزة على الوجهين بالنسبة ل شو بساوي الدواء وشو وصفه وشو شكله الصيدلاني وشو تأثيراته الجانبية بتلاقي نصف حتى تأثيرات جانبية يقول له يا حبيبي ما تفكر اني هاي التأثيرات الجانبية الموجودة هم مثلا مخصوص المرضى النفسيين او اهليه اني كلها تظهر عند المريض كلها تظهر عندك شو ما مكتوب بالتأثيرات الجانبية اني رح تظهر رح تظهر عندك فمع مثلا ما في عندي دوم ما في له تأثيرات جانبية بس نحن راح نتعامل مع التأثيرات الجانبية لما هي نشوف هي التأثير خطير هو تأثير شائع هو نحن راح نزيد جرعة بشكل تدريجي لحتى اني انت تتحمل هالتأثيرات الجانبية هاي التأثيرات الجانبية جزء مننا كبير راح يزور مع التقدم بالعلاج بالعلاج موضوع الدوائي فهذا أمر مثل ما أنه بالنسبة للتسقيب بالنسبة للدواء طبعاً نقول له هاي الأدوية ما بتسبب الضمام ما بتسبب اعتياد لأنه مثل ما أنه جزء كبير أو الفكرة المغلوطة عن الأدوية النفسية أو الأطباء النفسيين أو العصبية أنه كل أدويتهم هي أدوية بتسبب الضمام بقول له بكرة بتعودي عليها ولا بكرة ما بتأدري بلاها وبكرة بتصير مضمن مع أنه كال هذا الحكيم منسوف منسوف من أساسه وكل هذا الحكيم nylon بنحطه نحنين يعرف يعني لما بنجي قلن إنه للمريض هالوغريضول لأنك كتبتلك برضآن هالوغريضول أو كتبتلك رسبريدين اللي العالم بتلاقي أو المدمنين آه أو الأشخاص الذين عندهم إدمان او أداكت برواASE مدمن على الرسبريدون ولا مدمن على الترامدول ولا مدمن على الكابتاقون ولا مدمن على الحشيش ولا مدمن على الكحول ولا مدمن على الزلام ولا مدمن على القنابيات او او الاخرية او الاتشبوز او او الى يعني النهاية الادوية نحن ادويتنا هي ادوية علاجية وليست ادوية دمانية تمام وليست ادوية موضوع دمانية ونحن بس انت تحسنت وبس صرت منيح تمام مخفض الدواء بشكل موضوع تدريجي وممكن راح نتفق مع بعضنا على جرعة علاجية لازم تاخذها مثل ما حكينا لازم ياخذها لفترة معينة وهي عادة بتكون ادنى جرعة عادة فعالة ادنى جرعة موضوع فعالة بالنسبة للدواء فهذا الامر لازم فهمه للمريض تمام ان هي الادوية لا بسبب ادمام ما بسبب اعتياد ادوية ممكن نحن نوقف بعد فترة من التحسن الملموسة وفي المتابعة ولازم ناخذها مثل ما انها لفترة اه لفترة وقائية لفترة وقائية موضوع يعني اشغلت المهمة بالنسبة لوصف الادوية النفسية هاو خصوصي مضادات يعني املك كيف انتبار املكع مضادات زهان وهذا الكلام ينطبق على وصف اغلب الادوية موضوع النفسية طبعا الالاجية ان التأثير ما تلاقي موضوع تأثير مباشر يعني انا ما اخدت الراسبردون انا معي زهان او مريض معه زهان عنده توهمات عنده اهلاسات وانا عنده سلوك مشوش عنده اضطراب بالكلام عنده سلوك اهلاسي عنده سلوك مشوش وخربان الدنيا عنده والله من اول حبي ولا من تاني حبي رحل موضوع كل هذا الامر يختفي او يزول عنده بغياج نفسي حركة يمعصم يمكسر جابوها عندك على عيادة او جابوها على اخدوها عن طريق الشرطة وجابوا الشرطة وشي ستة سبعة تمام لحتى قدروا يمسكو او يدروا يحطوا يقيدوا حركته وشالوه وحطوه جابوها مشفى امراض نفسية تمام اني اني هذا من اول حبي اه ما اضعش يا ابنان والله الادوية النفسية هي ادوية بطيئة موضوع بطيئة الاستجابة للعلان. الادوية النفسية بدي حوالي من اثنين لاربع سبيح حتى تشوفه وضوه تأثيره تمام ما تقولي من اول يوم من اول يومين ما ظل عندي اكتئاب ما دي ظل عندي حزن دي ارجع طبيعي ويا دكتور انا هالتوتر والقلق والرعب والرجفة وعب جيني نبات بنيك او هلع اني اه تمام اني انا من اول من اول اول ما اخلص اول ظرف او اول كم حبي اه تمام ما ما ظل عندي شيء. هذا الحكي ما فيه بالطب النفسي. تمام? اني الادوية بدي حوالي بتنين لاربع سبيح حتى تبلش. لازم تحطوا الاهل بالصورة وشان ما يتوقعوا اكتر اكتر من لازم بالنسبة للادوية. اللي بنقول له الاول شيء بتحسن اللي عنده المريض هو اول شيء الادوية لما بتعطي موضوع ادوية. الا متل ما ان هاي الادوية سواء كان مهديات كبرى والمهديات صغرى والمهديات الكبرى انه هي مضضات سواء. اول شيء بهذا المريض. يعني هذا الاياج النفسي الحركي ممكن يتحسن خلال ساعات. بعد شو بعدين شو بتحسن? التوتر والقلق عنده بصير موضوع يتحسن. بعدين لحتى تتحسن تروح عنده الاهلاسات او الهي الاسوات اللي عب اسمعه او كأنه في حد عب يحكي معي وفي حد عب امرني وفيه كأني شخص تاني وبتعرفه التفسيرات وسقافة مجتمعنا وهو ثقافي حتى بالنسبة مثل ما انا بالنسبة كله الامراض النفسية اني هذا جني لابسه والجني هو عب يحكي باسمه او عب يحكي على لسينه او فيه جني جواتي هو اللي 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 عبشته وبكفره وبساوي وبعمل تمام او هذا شخصيتين ماو شخصية وحدة كأني هذا الشخص ينان الصين صار شخصية شريره شخصية موضوعه كويسه تمام هذا شيله كله كبه عزيه تمام اني منقول هاي الاهلاسات هاي اهلاسات ومن اعراض الكصام او الزهان هاي الاهلاسات بدها حوالي من اثنين لاربع اسابيع او من اثنين لستة اسابيع حتى نزول البعدين ممكن تتحسن التوهمات اني هو عب شك اني زوجته عب تخونه عب شك اني المخابرات الاميركية عب تراقبه عب شك اني اني الناس كله ضده في حدا عب حطوله شي جوه الاكل او او في شي عب حطوله موضوع ياشان يتخلصوا منه او عب تآمروا عليه عب حاولوا يقتلوه او او الاخري هذا اخر شي ممكن يتحسن التوهمات بدها اه فترة متل ما انه بتنيلت من اسابيع حتى تتحسن فالتحسن التحسن على موضوع الادوية معناه تبدو اه بدو وقت والتحسن بصير تدريجي ومتل ما انه هذا التحسن يكون الاول فالاول الاول فالاول يعني متل ما انه اول شي بهدى المريض اول شي بنام المريض المريض بقول لك والله يا دكتور صلوا اكثر من عشر فيهم مع ابنام او صلوا شهر مع ابنام وبنام ساعتين وفيه اه اه تمام معناه تبدن المريض يهدى اول شي بهدى بنام تحسن بعدين شاهيته فرضا على الاكل بخف منوضوع عنده التوتر بخف منوضوع القلق بعدين اه تمام بعدين بروحوا الاصوات الموجودين في راسه طبعا اذا كان في اه الاستجابة يعني موضوع جيد على الالاج موضوع بدوائي لاني مو كل من اخذ الدواء او تحسن او كانت استجابته اني اني ممتازة على الالاج بعدين بتخفى الاهلاسات بعدين بتخفى التوهمات معناته بدي وقت انا بدي وقت ونحن اه 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 من من دائما مثلو انه ديكون اه 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 نشبه للمريض او نقرب الفكرة للمريض او اهلهم نقول له يا اخي ما واحد مثلا يعني ما واحد ولد تاني يوم صار بالجامعة او بعد جماعة صار موضوع بالجامعة او صار عمرو عشرين سنة وفتح محل وصار صاحب مصطحة او اتجوزوا اجاولات يا اخي فالشغل اكيد بالدواء اذا انتوا ما استحملتوا اه ما استحملتوا هالوقت وما طاعتوا للمريض او اني عطيتوا الدواء بانتظام انتظرنا على المريض اكيد مريضكم مريض حسن لو مي لو اخدتوا على افهم دكتور في العالم تمام افهم دكتور في العالم اذا انت ما اعطيتوا الدواء بانتظام وانتظرت عن المريض وانستحمل المريض لشوي شوي تحسن او رح يتحسن بالتدريد اه اذا بدك اني مثل ما انه هذا التحسن الفوري اللي كن فيكون ما موجود عنها ما موجود في الطب النفسي تمام فهذا امر كمان لازم نوضح هي الصورة تماما مثل ما انه لازم اوضح الصورة للأهل هلا في مرضة في شي اسمه اوت بيشنت وفي شي اسمه امبيشنت يعني اوت بيشنت انا بتعامل مع المريض كمريض خارجي يعني مريض خارجي مريض بيجي عيادة خاصة برايفت او بيجي على عيادة عامة تمام اني هذا المريض منشوفه منشخص له موضوع حالته ناقصة صريرة ومفصلة منشخص حالي منوصف الدواء ونبعته على البيت مع اهلو التوعية تسقيف نفسي بالنسبة للدواء بالنسبة للمرض شو ايمت منقول له مساوي فلو اوب او مساوي تشك على المريض منقول له راجعنا مسلا اعطينا الدواء راجعني بعد خمسطعش يوم راجعني بعد عشر تيام راجعني بعد ثلاثة اسميات تمام انا باع بتابع هذا مريض خارجي بهو على البيت مع اهلو تمام من نفاهم اهلو الشيك هذا كله اللي حكينا اني ده نرجع نعيده ونضمن اني لاهل فهمه بالنسبة للتزام بالعلاج الدوائي اني هذا الدواء ما بساوي ادمان الدواء لازم يعطوه معيده الدواء ما يتوقعوا منه انه راح يأثر بشكل مثل ما انه بعد يوم يومين والله مريضهم ما فيه شيء كل هذا الحكي اللي نحن حكيناه تمام لازم نوصله موضوع للأهل في حال التسقيف النفسي وهذا اللي مثل ما انه بحسن التعاون للأهل والمريض معنا بالنسبة لالتزام بالتعليمات اللي نحن حكيناها تمام هذا امر مهم هذا اسمه مريض خارجي يعني صار يروح بروح وبرجع عندك على عيادة وبتابعك مريض خارجي اه لا طب ايمت انا بجيب بشيل او بنصح الاهل او انا كمان موضوع فرضا طبيب اه بجيب احطه المريض بالمشفى او باقبل المريض في المشفى شو الحالات اللي هي حالات طبعا النفسية اه والعقلية شو الحالات النفسية والعقلية التي تستوجب اني ادخال المريض لا اه اه مثل ما اقوله بالعامية ما صح او مشفى الامراض العقلية والنفسية اذا اختصرنا اه بالنسبة لالكون اه اللي اهمت انا لازم يحط المريض بالمشفى من قلكن البس المريض الهارم يعني هاي دائما بس حطوه في بالكون الهارم او الازى او الضرر بس المريض شكل خطر على على حاله على نفسه او على الاخرين او او على السلامة العامة هذا اكيد بالحق بالمشفى هذا يستوجب ادخاله الى وحدة امراض نفسية او مصاحب العامية يعني اذا المريض هو عبحاول عبفكر ينتحر او حاول ينتحر او اذا اتحاله متطابق التالت وتكسر نتيجة مرضه النفسي او جاب موضوع حبل المشنعة تمام حبل وحطه بنص الغرفة وجاب كرسي وحاول موضوع شنو حاله تمام وامه او اخته او زوجته حست عليه بالفترة حست عليه باللحظة الاخيرة تمام قبل ما يحط رأبته بالحبل اه تمام هذا في خطر على حال وهذا او راح جاب السكين وصار يشطب حاله او اني ضرب حاله في اه ضرب حاله مما كان به بهدف الانتحار او انها حياته ها اكيد هذا موضوع بده مشفى يعني صار هذا في خطورة او صار في ضرر على حاله طب خطورة على الاخرين هذا مريض نفسي او مريض عقلي وهتفكر اني اهله ضده واني اخوه ضده واني هاي زوجته عبتت امر عليه او هي الى علاقة مع سين او عين من الناس وحاول يزيع بحاول يزيع بحاول يضرب يعني اجانح اه مريض هو اه مريض موضوع في صامي طبعا غير معالج لانه برفض العلاج وهن اهله اه تركينه فوالله فكروا تركينه على راحته اه ابدا مسك امه هدد موضوع امه نديد بحا حط السكين عراب تديد بحا تمام هذا امام هذا فكر خطورة على الاخرين هذا ما باستنى عليه ابدا ما باستنى عليه ابدا هذا بده مشفى تمام فقطورة على نفسه او على الاخرين او ع السلامة العامة شو ع السلامة العامة يعني مريض مثل ما انه مريض زهاني او مريض فصامي هذا بتعرى بتعرى مش لعقراضه بمشي بالشارع اه ها في خطر ما هو انه خطر لاحل ولا الاخرين ها قطر ع السلامة العامة يعني هذا ما هو انه في اطفال في كبار في صغار انه شخص ع بتعرى او مثلا انسى ع بتتعرى بتنمشي بالشارع او ع السلامة العامة الشخص انه هو عنده اه 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 سلوك اهلاسي او اهلاسات بتعمره انه يروي يكسر السيارات او بكسر اش فيه سيارات قدام البيت او او بالشارع بروح بكسره هذا خطر ع السلامة العامة اش فيه ابوه بروح بكسره اش فيه لا تب حاول يفشها اه هذا في خطر ع السلامة العامة مو خطر هذا لا خطر عن نفسه ولا خطر على الاخرين طب ايش يا دكتور حطيته بمشفى اه هذا هيك سلوكه سلوكه المشوش او نتيجة الاضطراب الموجود عنده الاضطراب الزهاني او الفصامي اه صار يشكل خطور على الاخرين على السلامة العامة عبكسره السيارات عبفش المحلات عبتتعرف تمشي بالشارع شون هذا عيفو انا بتفرج عليه فهذا بده قبول في المشفى طيب اه القبول في المشفى فاحيانا ممكن يكون طوعي نعم ممكن يكون طوعي والمريض يكون ان هو يقبل احيانا كون هو عنده بصيرة مي معدومة بصيرة نحن نسميه مضطربة وهو كان انه يقبل طبعا مع الاقناع من قبل الطبيب ومن قبل الاهل ومن قبل مثلا فرضا زوجته او بنته او ابنه يقبل معناه يقول له انت حاليا انت مفرضا تعبان انت امورك مي مي كويسة احيانا منذ ان اخنا المرضى موضوع كتير او اشخاص كتير مثلا اعتبر ان شخص صار عنده رشح رشح بده مشفى بقولك لا ما بده مشفى رشح شالع عادي وممكن طيب طب وقال له اذا الرشح نزل على الريئة وسوالي اذا تريئة او الرشح نزل على صدرك وسوالي انصباب جنب صار فيه مي بصدرك او صار عندك ريح صدرية ما فهم عليك ريح صدرية ما فهم عن ميك انصباب جنب او صار فيه مي في صدرك صار فيه هوا بصدرك غير موضوع بالريئتين تمام صار يضغط على القلب بده غشفى الشخص ولا ما بده مشفى بقولك ايه تمام لا اني بدخل المشفى لبي ما يتحسن بطلع ونقول له نفس الشي عندك انت هلا عندك حالة نفسية عندك حالة عقلية تمام كان وضعك مستقر لفترة الفترة الماضي اش اصر لك انت مثلا بهذا المرض واش اصر لك انت عم مثلا بتاخد اديو امورك منيحة هلا صار عندك اعراض زيادة وعراض انتكاسية لازم تدخل موضوع على المشفى لبين ما ترجع امورك تركز لاني صار اني عندنا اشكالية بحالتك فممكن ان يكون معنات الاستشفى او دخول المشفى اما بشكل ممكن انا اقدر انا او الاهل او مساعدة الاهل كطبيب او مساعدة الاهل اني اقنع المريض او المريض يكون مثل ما انه عنده شوية بصيرة ويقبل هو يدخل على المشفى بشكل طوعي او لما يكون هو غايب البصيرة وانا ما لي مريض وانا ما فيني شيء وانتو المرضانين وعب هدد وعب توعد وعب كسر وعب اضرب وعب حاول يأذي والاخري او ما عبي اخد الدواء يا اخي ما هو ملتزم بالدواء لاني انا ما في شيء انا ما اني مريض روحوا اني يتعالجوا اصلا هدو كلنا ما بتآمروا علي او بحاولوا يسمموني او بحاولوا يزوني اه هون معنا انتو خلاص انا بقدر بدخله للمشفى للعلاج بشكل اجباري انا بقدر بدخله للمشفى لو هو ما وافق وهو ما وبه الدنيا وما رح يوافق بقدر اني في شيء اسمه استشفاء اللي مثل معناتها استشفاء ممكن يكون طويل ممكن يكون بشكل موضوع اجباري لما فيه مثل ما انه فيه خطورة او المريض غير متعاون او غير مطاوع على العلاج هو بشكل خطورة وعنده اعراض شديدة تستوجب ادخل المشفى معناتها تحفظه او بتضل في بالكم لما المرض فيه خطر هارم سواء كان على نفسه او على الاخرين او على السلام العامي هذا حكما مشفى حكما بده مشفى ما بتقدر تتعامل معه كمريض خارجي تمام لاني مثل ما حكينا اني مثل ومثل الامراض العضوية في مراحل بقول لك هذا مثل مثل ما انه اللي بيجيك شخص عنده احتشاء تمام احتشاء اه احتشاء بتجي بده عناية قلبية وبده مراقبة على اربع وعشرين ساعة ومونيتور وبده موضوع اه اه تعطيه اه حالات موضوع خسرة او تدك تساوي له موضوع مضخة اه وتسرب له اه تسربه مضطات تخسر تجده له واخده على البيت او او شخص او طفل عنده تجفاف طفل عنده تجفاف صار عنده تجفاف اكتر من عشرة بالمية او اه تجفاف وعشرة بالمية بتجي بتبعته على البيت وعنده اقيام وعنده موضوع سهل عبطلع عشر مرات او عشرين مرة واقيامه بشي عبثبت فيه تمام بتقلو لا اخدوه على البيت ولا بتقلو هذا بده مشفى بده مشفى لابين اني توقف الاقيامه عنده ونحسن موضوع نسبة التجفاف اه اللي عنده وباحتهم ممكن اني نتحامل معه بالبيت عن طريق موضوع سواء الفموية او محالية ايماها او او الاخرين ففي حالات اني مثلو انه بده مشفى فمثل الامراض العضوية او الامراض مثلو انه الداخلية اللي تستوجب مشفى كمان نحن عندنا بدنا موضوع الامراض العقلية والنفسية في حالات ما كل حالات انا بقدر ببعتها على البيت تمام هاي الحالات اللي يازم احاول على المشفى ولازم نقبل المريض بالمشفى سواء كان قبول طوعي او قبول اجباري تمام اني لما فيه خطورة لما فيه خطورة اني اه عند هذا موضوع الشخص لازم احطه مشفى وبقول لك طبعا هذا موضوع بالكتب بس من ناحية العملية من لا يصعوب كبيرة يعني هلأ بقول لك بالكتب اني الهجم الزهانية او النفاسية الاولى الفيرست يعني شخص كان طبيعي نورمال واول مرة بصير عنده هجمة او عرض زهانية بقول لك هجمة الزهانية الاولى او النفاسية الاولى لازم تحطه بالمشفى بس هذا من ناحية العملية من ناحية موضوع العملية وتقبل الناس لهالأمر أمر كتير يعني كتير صعب يعني كتير صعب يعني شخص كان مثل ما انه طبيعي وصابه هجمة زهانية وحسب كتابك اني لازم تحطه بالمشفى قل لك يا دكتور اش لاحطه الموضوع بالمشفى هذا موضوع اش والعالم عليه جن او انا اخوي او ابوي او جوزي او ابني انا ما بحطه الموضوع بالمشفى امراض عقلية الفكرة انه بتكون مستحيلة الفكرة يعني ما خرج مجتمعنا يتقبل هيك فكرة ولا شو اني راحوا كبوا ابوهم بمشفى امراض عقلية لسه ما تعب راحوا يشالفوه بمشفى امراض عقلية لشان الناس تقول عنه جن فمجتمعنا ما بتقبل هذه الفكرة امناه العملية هاد الامر كتير صعب بينما بالكتاب هو امر مهم جدا ان الهجم الزهانية بقولك الاولى لازم هذا ينحط بمشفى ليش لازم ينحط بمشفى لازم ينحط بمشفى لاني باعتبار اول مرة هو بمرض بهذا المرض او هجم الزهانية فلازم نحط المشفى لتأكيد التشخيص يعني شو لتأكيد التشخيص لاني ممكن ان هاي الهجم انت شايف الاحراض الزهانية ممكن مو بس تشخيص التفريقي هو الهجم الزهانية ممكن يكون عنده امراض عضوية اللي هي تعطيني هاي الاعراض ممكن يكون عنده لننفي ان في شي عضوي تأكيد تشخيص في شي عضوي موجود عبي يعطيني هاي الأعراض ليكون هو تحت تأثير مادة عبي يعطيني هاي الأعراض ليكون تأثيرات جانبية لأدواء تعطيني هاي الأعراض معناته لتأكيد التشخيص الشغلة الثانية أن نشوف لما أنا شخص شو الدول المناسب بالنسبة لحالته أنا أول مرة بأعطي مضاطها أو أول مرة بأعطي أدوية نفسية بده مراقبة لأن يكون فيه تأثيرات جانبية مموضوع خطيرة الأهل ما بيعرفوه وممكن ما ينتبهوا عليها أنا أبدأ أعطي دواء وأشوف أراقب في شيء تأثيرات جانبية للدواج لون استجابته على الدواج أدت جرع المناسبة للدواء طيب كمان أني ليش بالهجم الزهاني الأولى لازم استطباع بمشفى هاي أول شغل مع تتأكيد التشخيص مراقبة موضوع العلاج الدواء واختيار الدواء المناسب وتأثيراته الجانبية الشخصي التالتي والمهمة هو حماية المريض حماية موضوع المريض من حماية موضوع المريض من الوصمة بالعكس زعفته بره هذا الأول مرة بمرض والناس كلها بتعرفه طبيعي والناس كلها بتعرفه أبو فلان وزنمه مؤدر وزنمه فهمان وزنمه موظف وزنمه عليه الإيمي أو هاي بتروح وبتجي عجامعتها حمايته بولا الوصمة شلون أنا سأحطيته بمشفى بحطه من الوصمة لأن نظرة الناس أني عن فلان أو فلان هيك لما بشوفوه عفته بره أنا لما بشوفوه والله أني عبتصرخ وبتعيط وهياج وعبتطلع من دون غطى وصواتها لآخر الحارة بآخر الليل قابل وإنه شو بها يجند يعني أني أني حطيناه شناه حطيناه بمشفى فنحني لبين ما تحسن فنحني أني عدي ما حدا عرف أني فلان مثل ما أنه فلان هو فقد عقله أو فلان هي فقدت عقله أو أو إلى آخره نحني بالعكس أني لما حطيناه بمشفى قللنا من الوصمة اللي ممكن صير يعني حطيناه موضوع بمشفى أمراض عقلي ما شرط كل الناس تعرف أني والله وين ابنك أو وين أبوك أي أبوي مثلا تعبان هو بمشفى مثلا ذاقلي أو أبوي والله موضوع بتعيب أو راح زيارة عند أختي بينما أني موجود في البيت وعب ساوي كل هذا الأمور كل العالم صارت تعرف أني هذا أني فقد حقله أو جانب أو إلى آخره تمام؟ غير هيك أني وجوده في المشفى في وسط موضوع محمي هذا بيعطيه شعور هو إله بالطمأنينة شعور موضوع أني موضوع بالأمان بالأمان لأنه هو مثل ما أنه فيه ناس أني عنده خبرة أو دراية تمام؟ أني في التعامل مع الأعراض الموجودة عندهم ففي الكتاب أني من أصطبابات القبول هو الهجم الزهاني الحادي بس بالواقع بالواقع لا واقع مجتمعنا أو واقع ثقافتنا أو أو إلى آخره أني بتتاخذ على غير أمر أني مثل ما حكينا لا أن أبونا ما نحطه في مشفى أمراض عقلية أخونا نحن ما لنا كيبينه ما مش هيلو بنحطه في مشفى أمراض عقلية تمام؟ نأخذه على أحسن طباء لا أنا ما بدي أدخل شو اسمه ابني أو أبوي على مشفى أمراض عقلية لسه أمبيرها موضوع تعالى بنصبر عليه بنعطي الدواء من قيده خلي موضوع يصري خلي يضرب خلي يأزي بس نطلق أبونا هذا حكي مثل ما أن هذا حكي أني يغلب عليه العاطفة أكثر موضوع العلم والدقة موضوع في التعامل مع هيك حالات أنا حكيت كثير من دون توقف ما بعرف إذا فيه أي سؤال لحن راح نخلص بس ما بعرف إذا فيه أي سؤال على الشي اللي نحكى رغم أن نحكى شي كثير أي سؤال أو استفسار أو مداخلة على الشي اللي حكينا رغم أن نخلص الأسئلة لبعد ما ننخلص المحاضرة طيب ما فيه مشكلة راح نخلص معناتها نخلص ننهي وبعدين نفتح مجال المنظور للأسئلة طيب تمام حكينا معناتها فيما سبق حكينا أني قيمة المريض حكينا شوية على الأدوية نجي الأول جيد تاني حكينا قيمة لازم أن المريض يصير حكينا أني شلون أنا لازم أتعامل مع المرضى اللي عنده اضطرابات زهانية حكينا على ضرورة الالتزام بالعلاج والدوائي والتسقيف الأهل بالنسبة لهذا الأمر لأنه فيه وراها نكس حكينا على مدة العلاج مدة موضوع العلاج وخصوصي أن النوبة الزهانية أن النوبة الزهانية ممكن تطول اللي لازم يأخذ دواء من 6 إلى 12 شهر بعد استقرار موضوع الحالي حكينا على التعامل مع المريض في الحالات موضوع العلاجية هلأ فيه شيء اسمه إي سي تي أو ما يسمى بالتخليج الكهربائي أو المعالجة بالتخليج الكهربائي من ضمن الأساليب العلاجية طبعا المعالجة بالتخليج الكهربائي هي تستخدم في سوريا أكثر من غير بلدان أو غير دول هلأ اللي تعرفوا المعالجة بالتخليج الكهربائي هو أمر على فكرة هو أمر علاج كتير بسيط بس كمان نفس الشيء ينتين الناس أو اللي يا أخي شوها بضربوه على الكهرباء بضربوه موضوع على الكهرباء وإنه بصير كله منفض جسمه موضوع منفض بعدين بسترخي شوها التعذيب هذا هذا مو علاج هذا التعذيب أنت عزبه المريض لك مين قال لك عم نعزب المريض مين قال لك أنت إذا مسكت موضوع فرضا أنت إيدك بالماء أو في شريط عندك كهرباء مزلوط بتمسكه بتقول لك الكهرباء بالزبتك شيء ستة متار لقدام وعب تاخد ميتين واربعين وميتين وعشرين فولت بالنسبة للكهربائية وهي ضربة كهرباء ونساء كتير وخصوص الستات اللي بيوت كون عب تخسل كون عب تساوي وإيديها في الماء وما بعرف شو والله بتقول مسكت لك الكهرباء أو ضربت لكهرباء وهي نفس المبدأ نفس المبدأ بالنسبة للتخريج الكهربائي هاي الصدمة الكهربائية نفس المبدأ تماما بالعكس أن الصدمة الكهربائية أو العلاج بالتخريج الكهربائي صار يصير تحت التخدير العام ومنحطه امرخيات عضلية شام مات مي لما بيعته تيار كهربائي شام ما يصير فيها انها موضوح الاختلاج او انه بحرد لانه هو الصدمة الكهربائية بتحرد مثل نوبي اختلاجية مثل كأني المريض عبا اختلاج مريض عنده ابليبسي فروم تيجي نوبي اختلاجية نفس المبدأ تماما بس هو عبارة عن تحريض انت بتحرضه تحرضه او الصدمة الكهربائية بتحرضه عن طريق امرار تيار كهربائي بواسطة طبعا بواسطة قبع او شي بتحطوه على المسار يعني موجوده طبوه على الناحية الصدغية بتجمجمه وبمره تيار كهربائي وبصير تحت التخدير العام قصير الامد بالعطاء مرخيات عضلية طبعا له استطبابات الاي سي تي هو من المعالجات الامنة ما لهمه اي مضاد استطباب قلت لك فيه تحزيرات بس مضاد استطباب مطلق ما فيه الهدف من العلاج بالتخريج الكهربائي هو بسرع من الاستجابة يعني انا مثل ما حكينا المريض لما دعطيه مثل ما انه علاج فما هو يقول لا عضلية منقول له مثل ما حكينا ان العلاج ما رح ياخد ما رح يبلش او ما يشوفون تأثير منتين لا اربع سبعين يعني لا بعد شهر فانا ما ازا سبيت له اا علاج بالتخريج الكهربائي هذا الشهر خلال عشر تيه من المريض مفاعلي ازا عرجته بالتخريج الكهربائي فانا كتير فا اا اختصرت وقت وشغلي موتوه تاني مو اختصرت وقت فقط اللي نحن منطبقه في الحالات الخطيرة في الحالات الشديدة يعني مريض عنده اه عنده افكار انتحارية اه تمام انا ده استنى ده وياخد يكون هذا قلب ميت اه للفكرة في رأسه او حاول اه حاول ميت مرة وممكن احد المحاولات تنجح ويروح فيها انا ما ما بدي بدي شيء استجابة سريعة تمام في صام مع هياج نفسي حركة شديد اه تمني هياج نفسي حركة شديد ومع بنقدر نقيده ومع بنقدر نعطيه او ده اعطيه اه عبر عضلية كل كل ست ساعات ولا كل اربع ساعات وده نحطه بنباس الضب وده نحطه في غرفة للعزل الواوا الى اخرى اه تمام تخريج كهربائي ولا هدي المريض طفي تمام لما انا بدي سرعة في الاستجابة ففي لازم اطبع تخريج كهربائي اه تخريج الكهربائي مفيد جدا جدا واستطبابه هام جدا لما انا ما بقدر بحطي موضوع في عندي اه اه مخازين لاستخدام الادوية يعني اه مثلا مريضة حامل عندها حمل وعندها اكتئاب شديد او عندها عندها زهان تمام انا شو ده ادوية ده اعطيه الا ولا ممكن الا اولا رحي سقطي او ساوي اجهاض شانا قدر نعطيك ادوية امنة او ما اعطيه ادوية اه تمام تعطيه تخريج كهربائي امن جدا اه 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 اثناء موضوع الحمل لما انا في عندي مضاط استطباب لاني اه انا اعطي ادوية اه اه انا اعطي ادوية اه اه لاني بتعرفوا اغلب الادوية لا تنسير اه مشوه للجانين اه الكبار موضوع بالسن المتقدمين موضوع بالسن طبعا في محازير النموضوع اني تحذيرات بس ما هو في مضاط استطباب مطلع اني كمان انا اه بدي نتيجة سريعة وبدي مثل ما حكينا اني 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 ما بقدر بطبق الادوية شان تأثيرات الجانبية للادوية اللي ما بقدر سواء كان عند الاطفال ممكن عند الحوامل عند كبار السن او مريض مثل ما انه مريض زهاني او مريض عنده ايض اضطراب نفسي او عقلي اه مثل ما انه مريض عبر فضي ياكل ويشرب نتيجة طبعا مرضه النفسي وهو بده يموت ما عبي ياكل ما عبي يشرب لاني بده يموت هيك بظل بقول لك ان ما باكل ولا باشرب اه تمام لابين ما اموت واروح او مع بيكل مع بيشرب نتيجة اوهام نتيجة موضوع الاسان فهذا انصار سوء حالي عامي شديده نتيجة طبعا مرضه النفسي فانا ممكن احسنه مرضه النفسي بدي سرعة بالاستجابة بطبق موضوع التخليج مثل ما انه تخليج التخليج الكهربائي مثل ما انه معنات انا بدي سرعة بالاستجابة فانجة التخليج الكهربائي فيه حالات فيه مضاد استطباب او فيه موضوع محازين لاستخدام موضوع الادوية مثل الحمل او المتقدمين في السن فممكن انجة التخليج موضوع الكهربائي وهو كحل موضوع كحل اسعافي وبعدهم باستمر موضوع بالعلاج بالعلاج الدوائي الكتاتونية الكتاتونية شغلة كبيرة الكتاتونية يعني مريض الكتاتونية المريض الكتاتونية هو لا بيأكل فرضان لا بيشرب ما بتحرك عنده معاندة عنده موضوع معاندة موضوع سلبية عنده مرونة شمعية عنده صمات عنده 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 الاخري بول وبتغوط موضوع بلابسه مثل ما انه ما بيحكي ما بيأكل مثلاً ما عبي شراب مثل الرجل الالي ما بتحرك ايه تمام هذا شو اذا اعطيته الدواء بده اعطيه الدواء الدواء طيب اذا حتى موضوع شو ما اعطيته الادوية الادوية بده مثل ما انه بده حوالي 2-4 اسابيع لحتى يستجيب بينما انه اعراض شديدة كتاتونية عالتخليج الكهربائي ما بتحس بعد جالس 2-3 ولا المريض فك او المريض رجع موضوع صار ياخد ياكل صار يشرب صار ياخد موضوع الدواء صار موضوع يتحرك فالامور مثل ما انه الامور بتمشي اه فمعناته العلاج بالتخليج الكهربائي هو علاج لما بدي سرعة بالاستجابة اه تمام وشغل موضوع تاني لما في خطورة او في مضادات موضوع استطباب لاني انا استعمل موضوع الادوية الادوية موضوع الادوية الفموية اذا طبعا بقدر اه مستعمل اه في خطورة اني اه موضوع استعمل فبلجى للعلاج بال اه تخليج الكهربائي طيب انا اعتقد اعتقد اعم ساوي ريفيو سريع على المحاضرة اعتقد يعني اغلب النقاط او اذا اه تاريبο 90%�로 من نقاط نحن حكيناها اه ونحن تاريبا نهينا للمحاضرة انا مفتح باب للأسئلة إذا فيه موضوع أسئلة أو حتى مداخلات أو استفسار على الشيء الحكيناه لأنه مثل ما أنه أمرهم جدا يعني أن الزهان هو مجموع لحاله يوازي اضطرابات المزاج إذا حطينا بالكفة المقابلة اضطرابات المزاج اللي راح نحكي عنا إن شاء الله بالمحضرات القادمة وحنا اضطرابات موضوع القلق يعني إذا هدوهن الثلاثة بشكله تقريبا أكتر 90% بالحالات بالطب النفسي موضوع الطب النفسي وخصوصي فيما يخص أني أنا طالب طب أنا ما هو اختصاصي يعني أنا إذا عربت هالثلاث كرات أو هالثلاث دوائر الأساسية فهي شيء كبيري يعني أصبح عندي إحاطة نوهم ما يعني معقولة أو مقبولة فيما يخص السيكاتريست أو الطب النفسي الطرابات الزهانية بما لها وما عليها الطرابات المزاجية بما لها وما عليها وهكل شيء بدخل ضمن الطرابات القلق بما له وما علي تمام فهدول ثلاث دوائر كبيرة تمام كطالب طب بدي أنا طب نفسي خلينا نقول عام فأعتقد أني كافي إذا علق معي شيء يعني بما يخدمني أني كأنا مالي مختص أو ما رحت على هالمجال أو على اختصاص فيما أن رحت اختصيت أي شيء تاني ضمن فروع الطب أني هذول الثلاث دوائر الثلاثة اللي مثل ما أنه معرفتي فيهم بتكفي يعني بمكو بتكفي وبتوفي تمام بمفتح مجال الأسئلة بالمال اللي هي أو للمداخلات أو أي استفسار إذا حدا عنده شيء بس بيرفع الإيد ويعرف عن النفسه بعد إذا مكنت ممكن أخ خالد تفضل دكتور بالنسبة للنكس بالأمراض النفسي عم نلاحظ أنه تكون عالي كتير يعني ممكن دكتور ما في الشفاء التام من المرضى النفسي الآن أنا بشوف مخترط في بعض الأمراض في بعض المرضى النفسيين مثلا في ناس عيب يأخذوا في 5-6 سنين أدوية نفسية ما بقدر يقطع أبدا إنه بس قطع بيقل لك ما بيقدر يعيش أو خاصة دكتور وسواس القارة أو الاكتئاب والزهان يعني بيقل لك بس قطعت عبدال فترات طويلة كتير بيأخذ حب يعني ما كأنه أشو الأسباب دكتور مسلا مثلا مثل ما حكينا الأمراض موضوع النفسية مثل الأمراض العرضية لما في نسبة موضوع شفاء بس هي نسبة موضوع قليلة معظم للطرابات النفسية والعقلية هي قابلة فيها نكس ما هو معناته مثل ما أنه حتى لو أنا مثلا ملتزم بالعلاج ما هو معناته أني ما أنكس مثل ما أنه أني مثلا مريض السكري تمام هذا ما منه شفاء ما طيب وديلتزم بالدواء بيقدر طول عمره وإذا فلت حاله ما أخذ الدواء رح أموره كلها تخرب ورح تظهر عليه الاختلاطات مريض الضهف نفس الأمر الأمراض المناعية وما أدرك من الأمراض المناعية الكنسر أو السرطانات ليش كل العلم وكل الطب قدر يوصل لحل شافي وكافي وقاطع بالنسبة لهذه الأمراض ما أقدر وما وتيتم من العلم إلا قليلة يعني مثل الأمراض النفسية مثل الأمراض العضوية اللي أنت بتقاربه وما لحل يعني خلينا نقول مثلا أحكيه على أي مرجل مثلا أعصده فصلا على الحاصة خصوص الحاصات من أسباب من أسباب أقول لك أني هذا الشي ما لقينا له تفسير أسباب أقول لك أني أسباب أساسية طيب أي شي غير الأمراض موضوع الأكيوت يعني أنت بس ترحت على الكرونيك بس ترحت على المزمن آه مزمن مثل أمراض النفسية مثل أحكينا مثل مثل أمراض العضوية المزمنة تمام ليش أنها مزمنية أو كرونيك لأن هي رح تتكرر رح ترجع مرة تاني ما رح يشفى منها موضوع المريض بشكل كامل والدواء مثل ما أنه هو ما هو أني الدواء هو الشافي تمام الدواء أنت عبتلتزم فيه عشان تخفف نسب النكس وتباعد من نسافة بين النكسات وشدة الأعراض السيفيريتي تبع الأعراض فالدواء ما هو معناته أني فرضاً أنا شخص لي مثل ما أنه الكلام بالمرض وليس الكلام بالدواء يعني مثلاً نحن شخصنا وصواس قهري آه تمام وصواس موضوع قهري هذا مرة مزمن هذا ما رح بتحسن المريض بس ما رح يطيب يعني ما أني ما بقى يعاود ما بقى يعاود له مرة تانية طيب أول التوحد اضطراب موضوع التوحد إيش هو التوحد التوحد بولد من بطن أمه معه التوحد ولبين ما يروح يموت ده يعطيه إيش بدك وين بدك خده بقول لك يا دكتور مستعد هذا أبني بحط كل ماليتي عليه بأخذه عاميركا وين أحسن طب في عاميركا بأخذه عاميركا عندي استطاع أخذه عاميركا ايه بس يرجع طبيعي تقول له وين ما أخذته ما رجع طبيعي لأنه هذا المرض هيك تخله في العقلي بنت الريترديشن ده يتفضل عطيه شو بدك دواء يرجع له عقله ما رح ما رح يرجع يعني عندنا نسبة كبيرة من الأمراض يعني يا أخي ما في منها ليش اسمه مزمن لأنه ما لحلي رح تنكس طب إذا عفت الدواء قال لك أنا إذا عفت الدواء ظل محتمد عندها طول عمري ايه تمام ما هو المشكلة في الدواء ولا اعتمادك عن الدواء المشكلة في المرض وليس في الدواء ليش في المرض وليس في الدواء لأنني أنت لو لا المرض ما كان الدواء أنت لو تقدر توقف الدواء شيرنا الدواء يا أخي بيجوني مرضا يا أخي وخصوصاً نخلي بالاضطرابات النفسية يعني إلا شوي مثل ما أقوله أنا عفكرة شعري هيرين من كتر ما بجينا هيك موضوع استفسارات يعني بقول لك لا أمد أنا ضدالي ياتيك سور على الدواء وقال له كب الدواء تمام كب الدواء والدواء أني والله هو أنا صرت مضمن على الدواء ومعتمد على الدواء وما أدرب على الدواء لأني بس عفت الدواء رجع لي المرض لك قل له يا أخي ما هو مشكلة في الدواء المشكلة في المرض كب الدواء شوف إذا أنت المشكلة في الدواء كب بين الدواء ليش ليش رجعت لك الأعراض معنا المشكلة أنت في المرض هو الدواء لعلاج المرض أو التخفيف من المرض أو الإنقاص من حدة المرض تمام قل لك يا أخي أنا أو صرت أنا منيح فبصرت منيح وقفت الدواء ليش رجعت لعندي مرة ثانية لأنني رجع المرض ما لحلق الدواء؟ الدواء هو بحسن مثل ما أنا بالأعراض بخليك تقدر أنت تضبط الأعراض يعني مثل ما أنا مريض الوسواس القاري مريض الوسواس القاري لو سيدي يا هذا مريض عنده توتر وقلق وشدة وأفكار وشغالي براسه مصابة من الوقت ما بتتحيون اللي بينما ينام إيه طيب الأخير وصار عنده خلل بيساوي طبعا الوسواس أو أي اضطراب نفسي يساوي عنده خلل طبعا أنا بتفرج على المريض ولا بعطيه دواء بتفرج عليه شون هوين عبكسر وبطبش وما عبقدر انست البيت ما عبتقدر تشتغل في البيت وعب تعيده وطول النهار من الطواليت للحمام وبالحمام للطواليت وما عبتطبخ ولا عبتنفخ وما عبتطلع على الولاد وهي مشاكل معجوزة ووصلوا للطلاء نتيجة الوسواس القاري الموجود معه وكب المي وكب دواء الخسير ايه تمام ايه بنعطيه دواء ولا ما بنعطيه دواء طبعا بنت دواء هل الدواء بش فيه لمرضة ولا ممكن ما نوصل للنسبة الشفاء اني هذا المرض ما بقى اني يرجعليك تمام ممكن تتحسني بس بنسبة الستين بالمئة سبعين بالمئة تمام تمام تقدري تدبري حالك يعني ما ما يسببلك هالمرض خلال برجعلي المرض ايه تمام برجعليك المرض يعني مثل ما انا في عوامل كتير لاني هذا المرض هذا ليش اسمه مزمنت لاني هيك يعني فيه نكس فيه نكس والدواء ما بحللك مشكلتك رغم ممكن مرضة كتير طبعا عبتاخذ الدواء ملتزمة في التعليمات الدوائية والبتقول لي عليها وملتزم في المدة اه تمام وبينكس اه بنكس يعني النكس ممكن يصير عند قطعة الدواء زادت الاحتمالية اه او ممكن هو عب ياخد الدواء كمان ينكس بس بزيد الاحتمالية اكتر لما انا بجي بقطع الدواء متل معلنا ووجدوا اني المرضى متل ما حكينا عالزوهان مرضى الزوهاني عنده زوهان وهجمة زوهانية اولا هذا لما اجوا ووقفوا الدواء خلال السنة خلال موضوع اول سنة بعد توقيف الدواء شاد نسبة النكس قالك نسبة النكس من 60 ل70 بالمية راح ينكس طب اذا اخد الدواء شاد نسبة النكس بتنزيل اذا التزم بالعلاج بتنزيل نسبة النكس ل 15 ل 40 بالمية من 15 ل 40 بالمية شايف اني فيه نكس بس خفت النسبة فعلى ذلك نحن مشجع المريض على تنزيل موضوع الدواء طب اذا صار له سنتين موقف الدواء صارت الاحتمالية اني ينكس 100 بالمية 100 بالمية راح ينكس تمام فهذا موضوع الامراض ليش اسمه مزمنة لانه لو كل شغلة اني ياخد واحد دواء يلتزم فيه ويطيب وما كنا شفنا شي اسمه كرونيك كرونيك ديزيز او امراض مزمنة تمام كان بالطب النفسي ولا بالطب الداخلي كنت ما شفت سكر يا اخي كنت ما شفت الضغط اذا كلمة واحد اخذ الدواء وطاب من المرض كنا ما شفناه كنسر ما شفنا سرطانات ما شفنا بيضاد ذم ما شفنا من الفومة ما شفناها كناه كل مو اخذ دواء اي مرض اتاخد له دواء بطيب اه نعم اناتة وين ليش هذا صار اسمه مرض مزمنت وليش اسمه مرض حاد مثل تيام معدواء مع احد اسبوع عشر تيام بتاخد أدوية تمام بتاخد اتويتك راحة ورحلة اسمه التياب معدي ومعاه حاد طب اذا طول التياب معدي ومعاه طول اكتر من 15 يوم صار تحت حاد طول شهر صار مزمن شو هذا التياب معدي ومعاه اللي ما باي طيب بشهر طب التياب لو زاد قايحي خلال موضوع اسبوع وعشر طيام لازم مريد تحسن طيب اذا اذا طول 15 يوم صار تحت حاد طول شهر طول شهرين لا في مشكلة هاي بالنسبة سواء كان الامراض النفسية او الامراض العضوية بس كل شي الامراض العضوية هاي بنت الداية معلش المريض بتقبل انه ياخد الدواء طول عمره لازم يحتوي طوم العمره انه هذا المرض ما بطيب اه بكل ارياحية لازم تحلل كل شهر بالنسبة للسكر لازم تساوي خضاء بكل كوزي كل ثلاثة اه كل ثلاثة شهر او تمام دهب او بحويله جهاز سكر في البيت وكل يوم الصمح بتساوي له تحليل او جهاز ضغط وكل يوم بقيس ضغطه تمام او بروح بتساوي تحليل تحليل بالمخبر وشاني قارن نتيجة المخبر مع نتيجة الجهاز اه تمام هذا دهب اللي تجي بتقول له اني مرضى الزهان او مرضى الفصام او مرضى الاكتئاب اني لازم انت تاخد الدواء مدة سنتين يا لطيف يا ستار يا لطيف يا ستار ومع اول مفرأ متل ما انه اول ما بتحسنه بشم هواء وبرجع الاعراض بروح بكبل لي الدواء وبجيني بعد شهرين وثلاثة ايه والله يا دكتور نكس والله يا دكتور رجعت له الحالي ايه مين قالك انت توقف الدواء عم نقولك من اهم اسباب النكس هو توقيف العلان وعدم الالتزام فيه مين قالك وقف الدواء بس لاني مرض نفسي بس لاني مرض عقلي بس هني اه تمام حلو على قلبه تمام او المرضى اني بياخد دواء طول عمره ما عنده مشكلة وبيعرف هذا المرض ما له شباب او ما ممكن يطيب ما بعد يتزال اجابك انت واضحة وصلاك الرسابة اه في اه اي سؤال او تداخل او شيء عن شيء اللي حكينا اليوم بالنسبة لعلاج الاضطرابات الزهانية او استفسار او اي شيء دكتور ولا مبعد اذنك سؤال اخر بالنسبة للمحاضرة اه شو المطوب من الاضطرابات الزهانية كانت تحانيا ما في ما في المحاضرات نحن نشوف اه نحن قلنا بداية التاريبة مبلشنا مع بعض قلنا كل شيء محاضرة كل علوان اه كل علوان بنحكى فكل شيء جوه المحاضرة مطلوب ما فيه اصاصة يعني كل شيء جوه هاي المحاضرة مطلوب تمام اه نحن اه لما عم نعطي موضوع المحاضرة ما هي غايتنا الفحص فقط اه مع ان الفحص هو جزء اساسي بالنسبة للمكون اه محاضرة بالسطر والاسم والحرف وهي الفقرة حكيناها وهي الفقرة ما حكيناها معنى تم حزوفة وهي ركز عليها الدكتور معنى تشغلة لا نحن الغاية من الضوء من الاعطاء او الالقاء هو مو مثلو انه مو بس الامتحان اني تعرف شو هذا المرض شو حيسياته شو الناحية العملية فممكن نحن بتعرف ان نطلع بره المحاضرة ندخل اني نحكي موضوع امسي لما الموجودة او او نطلع بره المحاضرة فهاي غاية هو بايصال هاي المعلومات او تفهم المعلومات الموجودة او الغاية اه شو انا لازم اعرف عن الطرابات الزوانية بس ما هو الغاية الفحص كل شيء مطلوب كل شيء عنوان تحته كل شيء مطلوب تمام يعني ممكن نحن مثلا فيه فقرة ما مرينا عليها او ما حكينا او يجي بنا سؤال او سؤالين تمام فما بقدر هذا العنوان ما فيه اصاصة نحن وكله كل شيء ما نعطى ما لكون ملزمين فيه يعني نحن عم نعتمد على النوع وليس الكم انا ما بدي اعطيك عشر محاضرات ومن العشرة تمام نحزف من العشرة نحزف منهم خمسة يعني من العشر محاضرات ان هاي الفقرة اللي حكيناها مطلوبة هاي ما مطلوبة اه كأني حكينا على خمس محاضرات لا وما فهمنا شيء من العشر محاضرات ما فهمنا شيء مثل ما انا تفهم وشو مثل ما انا عنا ثلاث دوائر رئيسية تفهم بشكل من ناحية موضوع الكلينيكل من ناحية البركتس الممارسة اني توصل لك رسالة شو زهان وشو مزاج وشو اضطرابات قلاق تمام كتير ميح انا بالنسبة اسم النسبة لفحص لامتحان لدراسة كل شيء منحكيه كعنوان مطلوب منه كل شيء كل شيء موجود مطلوب يعني ما فيه وصاصة ابدا تمام ايخ السؤال اذا حدا عنده سؤال او استفسار مشكور اخ خالد مداخلتك ما باعري اذا فيه حدا عنده اي شيء قبل ما ننهي اي استفسار او سؤال او فيه شيء ما انفهم او ما وضحة الرسالة طيب اذا ما فيه شيء اه الله يعطيك العافية جميعا اخرناكم اليوم اه ان شاء الله وتعالى رح نظل نحن على موعدنا اذا فيه اي تعديل او اي شيء اه التواصل عن طريق اه اسيا واذا فيه امكانية متل ما انه اه نعطي محاضرة اضافية انا ما عندي بشكله بحيث نعود اه شوي من التأصير اللي صار او المحاضرتين اللي راحوا علينا اه تمام هيك اه مننهي والله يعطيك العافية جميعا وان شاء الله تضلوا بخير السلام عليكم عليكم شكرا 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 شكرا